كراس كانون ألبريك بقلم مونتيج رود جيمس مدينة سان بيرناردو كومينغز مدينة عطيقة عند تخوم جبال البرانس غير بعيدة عن تولوز وكانت مقر الأسقفية حتى الثورة الفرنسية وفيها كاتدرائية يزورها سياح كثيرون لن أطلق على المكان اسم مدينة لأن سكانها لم يتجاوز الألف في ربيع عام 1883 زار هذا المكان رجل إنجليزي كان طالبا في كامبريج جاء خصيصا ليرى الكاتدرائية وترك صديقيه غير المهتمين بالآثار في فندقهما بتولوز جاء الشاب في الصباح مبكرا وقرر أن يملأ دفترا صغيرا ويلتقط شرائح لكل ركن من هذه الكنيسة الباهرة التي تطل من فوق جبل الكومينجز كان عليه أن يحتكر جهود حارس الكنيسة لهذا اليوم وقد استدعت هذا الأخير المرأة السوقية التي تدير حانة شابو روج جاء الرجل فوجده الإنجليزي مثيرا للاهتمام فعلا ليس سبب أنه عجوز أشيب فكل حراس الكنائس في فرنسا لهم ذات المظهر الفكرة هي الجو القاطم الكئيب المحيط به كانت عضلات ظهره مقوسة بطريقة عصبية غريبة كأنه يخشى أن يمسك به عدو في أي لحظة ربما يعطي الانطباع بزوج مقهور تلوم زوجته طيلة الوقت على كل حال سرعان ما غرق الإنجليزي وسوف نسميه دينستون في مفكرته وانشغل بالكاميرا بعد قليل خطر له أنه يؤخر العجوز ويعطله عن الغداء قال للرجل في النهاية ألن تذهب لبيتك؟ يمكنني أن أفرغ من مذكراتي هنا بوسع كأن تغلق الباب علي لو أردت أنا بحاجة لساعتين لأكثر بدأ كأن العجوز شعر بهلع لا يوصف وقال ربا لا يمكن التفكير في شيء كهذا أترك السيد وحده سوف أبقى معك مهما طال الوقت شكرا للسيد خلال ساعتين كان قد صور ورسم ووصف كل شيء في الكنيسة وحتى الأرغان وهي آلة موسيقية المتداع والجوقة والمقاعد والنقوش وطيلة الوقت ظل الحارس يقتفي خطوات دينستون وإن كان يهب في أية لحظة يسمع فيها صخبا من مكان ما يقسم دينستون أنه سمع ضحكة معدنية طويلة قادمة من أحد الأبراج فنظر متسائلا نحو العجوز لكن هذا لم يرد وإن بدت شفتاه بيضاوين كالورق حادث آخر غريب عندما كان يتفحص المذبح حيث علقت لوحة لإحدى معجزات سان بيرنار وتحتها كتبت عبارة باللاتينية تقول كيف أنقذ سان بيرنار رجلا حاول الشيطان أن يخنقه استضار للرجل فوجده يركع على ركبتي وقد بدأ عليه هلع حقيقي ثم بدأ سيل من الدمع يتضفق من عينيه تظاهر دينستون بأنه لم يرى شيئا لكنه تساءل عن السبب الذي أحدثت به لوحة بدائية كهذه هذا التأثير في العجوز لديه تفسير لا بأس به وأن الرجل كان مجنونا بفكرة واحدة لكن ما هي في الخامسة بدأ الليل يدنه وامتلأت الكنيسة بالظلال تعالت الأصوات الخافتة وهذا بالطبع نتيجة ضعف الضوء وإرهاف حاسة السمع للمرة الأولى بدأ حارس الكنيسة قلقا متعجلا وقد أطلق تنهيدة راحة عندما حزم البريطاني الكاميرا والأوراق اقتادت دينستون بسرعة إلى الباب الغربي تحت البرج كان وقت ضق جرس الإنجلس قد جاء وراحت الضقات تتردت في الجبال طالبة من الناس أن يتذكروا في صلواتهم سيدة الرسل هنا غادر الرجلان الكنيسة قال العجوز يبدو أن السيد مهتم بكتب الصلوات القديمة بلا شك أردت أن أعرف إن كانت هناك مكتبة في البلدة لا يا سيدي كانت لدينا واحدة صغيرة لكن لو كان السيد مهتما بالكتب فلدي في بيتي شيء قد يثير اهتمامك هنا توهجت آمال دينستون في أن يجد مخطوطات منسية عظيمة القيمة في هذا الجزء من فرنسا بالطبع لا يمكن أن يكون مكان كهذا لم يفحصه لهوى بعناية لكن من الحماقة أن لا يذهب مع الحارس ليرى لو لم يفعل للام نفسه للأبد لكن المشور كان بعيدا لدرجة أنه بدأ يخشى أن يكون الرجل ينوي اختطافه كبريطاني ثري وحرص على أن يعلن عدة مرات أن له صديقين سيلحقان به من دهشته بدأ كأن هذه المعلومة أراحت الحارس عظيم عظيم السيد سيسافر بصحبة أصدقائه هذه فكرة ممتازة وصل لبيت الرجل وكان مبنيا من الحجارة وعلى الباب كان درع البريك دوم ميليون وهو أحد الأسلاف كانت البناية متحللة تماما كأي شيء آخر في هذه البلدة عند العتبة توقف الحارس للحظة وقال ربما السيد ليس لديه الوقت بالعكس لديه الكثير جدا من الوقت انفتح الباب وأطل وجه وجه أصغر بكثير من الحارس لكن عليه ذات النظر المظعورة كان من الجلي أن صاحبة الوجه هي ابنة الحارس كانت فتاة قصيمة جميلة ويبدو أنها سرت لما رأت الغريب الوسيم مع أبيها تبادلت بعض تعليقات مع أبيها لم يتبين البريطاني منها سوى كلمات كان يضحك في الكنيسة فلم ترد الفتاة إلا بنظرة هلع بعد قليل كان يجلس داخل البيت جوار النار التي تتوهج في المدفأة على جانب الغرفة كان ما يشبه محرابا صغيرا به صليب عملاق يصل للصقف تقريبا تحت الصليب كان هناك صندوق ضخم عطيق أحضر الحارس مصباحا واتجه لهذا الصندوق وفي عصبية أخرج منه كتابا عملاقا ملفوفا في قماش أبيض شعر دينستون بحماسة لأن حجم الشيء لا يوحي بكتاب صلوات كان أمامه مجلد ضخم عليه إشارة كانون ألبريك ديميلون بالذهب لابد أن عدد صفحاته كان مئة أو أكثر هنا كانت عشر ورقات من صفر التكوين برسوم لا يمكن أن تكون أحدث من عام سبعماء لابد أن هذه النصوص اللاتينية مهمة جدا هكذا لم يعد يفكر إلا في شيء واحد هذه الكتب يجب أن تعود للكامبريج معه حتى لو سحب كل ما لديه من مال من المصرف نظر للحارس متسائلا فقال هذا لو أن السيد قلب الصفحات إلى النهاية فعلت دانستون كما طلب منه فوجد ورقتين حديثتين أثارت دهشته على الورقة الأولى وجد خارطة واضحة ومألوفة لأي شخص يعرف ممرات وأديرة سام بيرنر وكانت هناك كلمات عبرية وصلبان تحت الخارطة كانت كلمات لاتينية تقول هل سأجده؟ الإجابة سوف تفعل هل أصير ثريا؟ الإجابة ستصير هل يحسدني الناس؟ الإجابة نعم هل أموت في فراشي؟ الإجابة ستموت قلب دانستون الصفحة فرأى صورة لم يعد لها وجود اليوم لكن هناك صورة فوتوغرافية لها مازالت عندي كانت رسما بالسيبيا من القرن السابع عشر يمثل مشهدا من الطورة على اليمين ترى ملكا على عرشه والعرش يرتفع 12 درجة من الواضح أنه الملك سليمان ينحني للأمام في وضع من يأمر ونصف الصورة الأيصر هو الأهم هناك أربعة جنود يحيطون بشيء سوف أصفه بعد قليل هناك جندي خامس يرقد ميتا وقد تحطم عنقه وبرزت عيناه الجنود الأربعة ينظرون للملك وقد بدأ عليهم الرعب الشكل الذي يحيط به الحراس كان مرعبا بالفعل وقد جرأت على أن أريه لرجل متزن خبير في علم المورفولوجي فكانت النتيجة أنه رفض أن يكون وحده طيلة الليل ولليان عدة رفض أن يطفئ النور عندما ينام لم يكن بوسعك أولا أن تفهم كانه هذا الشيء لأنه محاط بشعر خشي كثيف لكن له عضلات متوترة كالسلك العينان لونهما أصفر ومخيفتان تنظران للملك بشيء من المقت والذعر يمكنك أن تتصور عن كابوتا مخيفا من أمريكا الجنوبية لتتصور شكل هذا الشيء لكن التعبير الذي يقوله جميع الذين رأوا الصورة هو إنها مرسومة من مشهد واقعي هنا رفع دينستون عينيه ليسأل هل هذا الكتاب للبيع؟ ساد جوا من التردد ثم فجأة جاءت الموافقة لو أراد السيد كم سأأخذ 250 فرانك كان هذا ثمنا مخجلا هناك أشياء تحرك حتى ضمائر هوات المجموعات لذا قال دينستون أيها الصديق الطيب كتابك يساوي أكثر من هذا أكثر بكثير سوف أأخذ 250 فرانك لا أكثر كان من المستحيل رفض فرصة كهذه تم الدفع وأخذ إيصالا وهنا بدأ أن الحارس صار رجلا آخر بدأ يضحك وكف عن النظرات العصبية وقال له سوف أنال شرف استحاب السيد للفندق لا لا هذا يبلغ 200 يرد سوف أعود وحدي والقمر بطر على كل حال كرر الرجل الطلب ثم قال إذن فليمشي السيد في منتصف الطريق لأن جانبي الطريق وعر كان دينستون متشوقا للعودة ودراسة مشتراه لذا غادر المكان هنا قابلته الفتاة وقد بدأ أنها تريد أن تأخذ منهما أبقاه أبوها معهم المال هل يرغب السيد في قلادة وصليب فضي؟ لم يكن راغبا في هذه الأشياء لكنه فوجئ بأن الفتاة تعرض هذه الأشياء ولا تريد مالا كانت لهجتها لا تترك له فرصة للرفض هكذا أخذ منها القلادة ووضعها حول عنقه والغريب أنه شعر بأنه أزدى لها خدمة لا توصف ظل يراقبانه وهو يرحل حتى لوح لهم مودعا عند بداية طريق شابوروش تم تقديم العشاء فاختلى دينستون بنفسه في غرفته لا يعرف السبب لكنه بدأ يشعر بعدم راحة شعور معين من القلق جعله يشعر بأنه في حالة أفضل لو أراح ظهره للجدار لكن هذا لم يكن يقارن بما وجده قال لنفسه بوري ككانون ألبرك ترى أين هو الآن؟ أتساءل عن أهمية ذلك الصليب الذي أصرت الفتاة على أن أحمله معي ثقيل جدا ومتعب لدى وضعه حول العنق والمقلق أن أباها بالتأكيد ارتده لأعوام آه لابد من تنظيفه جيدا نزع الصليب وضعه على المندضة هنا لاحظ شيئا على قطعة قماش حمراء تحت مرفقه الأيصر بسرعة تخيل سلاسة أشياء عن كنه هذا الشيء ممسح للقلم؟ لا لشيء كهذا هنا فأر؟ لا هو أسود جدا عن كبوت كبير؟ لا يد التي كانت في الصورة؟ في لحظة تذكرك كالبرق تلك اليد الجلد الشاحب الذي يغطي العظام وشعر خشن ومخالب تمتد للأمام متقوسة وسب من مقعده شاعرا بهلع يعتصر قلبه الشيء الذي كانت يده اليسرى تستند إليه يرتفع من خلف المقعد كان الشعر الأسود يغطيه كما في الصورة الفك السفلي رفيع جدا أنياب واضحة خلف الشفتين السودوين ولا أنف والعينان الصفراوان تلمعان بضمأ حارق لتدمير الحياة هناك نوع من ذكاء فيهما ذكاء يفوق ذكاء الوحوش لكنه أقل من ذكاء البشر كان الظعر قد بلغ ذروته مع دينستون تكلم لكنه لا يعرف ما قال يذكر فقط أنه صرخ وأنه أمسك بالصليب الفضي بينما الشيء اقترب منه صرخ بصوت كأنه حيوان في ألم عظيم لم يرى بير وبرتران الخادمان شيئا عندما اندفع للحجرة لكنهما دفع للجانب بواسطة شيء مر بينهما أمضى الخادمان الليل معه ووصل صديقاه في التاسعة من صباح اليوم التالي كان هو قد عاد لطبيعته في ذلك الوقت برغم ما اعتراه من ظعر عند الظعر وصل حارس الكنيسة وأصغى للقصة كما حكتها له صاحبة النزل فلم يبدو مندهشا ولم يقل سوى إنه هو لقد رأيته بنفسي وكان يردد سوف أنام قريبا جدا ولسوف تكون راحتي حلوة لماذا تضيقونني لن نعرف أبدا ما قاساه هو أو كانون ألبريك دوميلون فقط على ظهر الصورة المخيفة كانت هناك سطور لاتينية ربما تلقي الضوء على الموقف لم أفهم قط نظرت دينستون للأحداث فقد قال ليذا تمر نبي التوراة أشعية كان رجلا شديد الحساسية ألم يتكلم عن الوحوشة التي تعيش في خرائب بابل هذه الأشياء لا نفهمها في الوقت الحالي في العام الماضي ذهبنا إلى كومنجز لنزور قبر كانون آلبرك إنه بناء من الرخام عليه التمثال لكانون وقف دينستون لفترة يتكلم مع راعي الكنيسة ولما ابتعدنا قال لي أأمل أن لا يكون هذا خطأ تعرف أنني أنتمي للكنيسة المعمدانية لكني طلبت أنشيد جنائزية وقداسا لآلبرك دوميلون كي يظفر بالراحة الآن تجد الكتاب في مجموعة وينتورث بكامبريج اللوحة التقطت لها عدة صور ثم أحرقت بواسطة دينستون عندما غادر كومنجز لأول مرة لا نعرف الكثير عن هذه القصة لكن اللوحة رسمها آلبرك دوم مولون نفسه وعنوانها سليمان وشيطان الليل وقد مات مولون نفسه أثناء نومه في نوبة غامضة لم يعرف أحد سببها قط قال لي صديق هو كاتب وفيلسوف بلهجة تجمع بين المزاح والجد تخيل منذ التقينا آخر مرة وجدت بيتا مسكونا في قلب لندن مسكون؟ وبما؟ أشباح؟ لا يمكنني أن أجيب عن هذا السؤال كل ما عرفه أنني وزوجتي كنا نبحث عن شقة مفروشة منذ ستة أسابيع رأينا في شارع لافتة تقول شقق مفروشة ونسبنا هذا استأجرنا الشقة واتركناها بعد ثلاثة أيام لأنه ما من قوة كان يمكن أن تقنع زوجتي بالبقاء ما زرأيتم؟ مع زرع لا أريد أن يصخر مني أحد كمخرف فقط أقول لك إن المشكلة لم تكن فيما رأينا وسمعنا ومن حقك أن تفترض أنها تخريف خيالنا الخاص لكن ما جعلنا نفر كان الظعر غير المحدد الذي نشعر به كلما اجتزنا مدخل غرفة غير مفروشة لم نرى فيها أي شيء والأغرب أنني وافقت زوجتي لأول مرة في حياتي برغم أنها امرأة سخيفة وقررت أن البقاء يوما آخر أمر مستحيل لهذا استدعيت المرأة المشرفة على البيت وقلت لها إننا سنفارق البيت فقالت بجفاف إنها تعرف السبب وإننا بقينا في البيت أكثر من أي ساكن آخر لكن من الواضح أنهم كانوا رفيقين بكم سألتها باسما أنهم من؟ قالت يسكنون المنزل لا أهتم بهم أنا الآن مسنة ولابد أن أمت يوما ما وسوف ألحق به لم أهتم بسؤالها عن المزيد ورحلت مع زوجتي ونحن في غاية السرور قلت له أنت تسير فضولي لا أشتهي شيئا مثل النوم في بيت مسكون أرجو أن تعطيني عنوان هذا البيت أعطاني صاحب العنوان وهكذا ما شيت للبيت يوجد هذا البيت شمال شارع إكسفورد كان مغلقا بلا لافتة في النافذة ولم يرد أحد على دقاتي كنت أنصرف عندما ظهر الصابي صغير ممن يجمعون الزجاجات الجاعة وقال لي هل تريد أحدا هنا يا سيد؟ سمعت أن البيت للإيجار المرأة التي تعنى به قد ماتت لها سلسة أسابيع ولا أحد يريد أن يبقى هنا برغم أن مستر جي عرض الكثير عرض على أمي جنيها كاملا كي تفتح النوافذ فقط لكنها رفضت ولم لا؟ البيت مسكون وقد ماتت العجوزة التي تعنى به في فراشها يقولون إن الشيطان خنقها هل مستر جي هو مالك البيت؟ نعم ماذا يعمل؟ لا شيء يا سيدي مجرد سيد أعزب منحت الصبي ثمن معلوماته وانطلقت أبحث عن أنوان مستر جي كان من حسن حظي أن وجدته في داره رجل مسن له ملامح ذكية قلت له إنني سمعت أن البيت مسكون ولدي رغبة قوية في فحص بيت كهذا أنا راغل في المبيت فيه ولو ليلة ولسوف أدفع لك قال لي يمكنك يا سيدي أن تستأشر المنزل لأي فترة طارق لك قصيرة أو طويلة لا كلام عن الإيجار إذا استطعت أن تميت اللثام عن السر الذي يجعله بلا نفع لي لا أستطيع أن أجد خادما ينظف لي أو يرد على الباب البيت مسكون فعلا ليس فقط في الليل بل في النهار المرأة المسكينة التي كانت تعيش فيه كانت امرأة ذات تعليم راقي وهي المخلوق الوحيد الذي قابل أن يقيم هناك موتها المفاجئ جعل من المستحيل أن أجد ساكنا بعدها أنا مستعد لأن أمنح البيت مجانا لمن يدفع الدرائب العقارية عليه لا أستطيع أن أقول لكنه منذ زمن بعيد قالت العجوز أنه كان مسكونا عندما استأجرته منذ عشرين عاما المشكلة هي أنني قضيت حياتي في شرق الإنديز وعدت لإنجلترا منذ عام لآرث ثروة عمي وكان ضمنها هذا البيت وجدت مغلاقا وقيل لي أنه مسكون بدت لي فكرة سخيفة وأنفقت بعض المال على تجديدي وكان أول مستأجر كولونيل وأسرته لم يبقى سوى يوم واحد ثم راحت وبرغم أن كل واحد منهم حكى قصة مختلفة عن البيت وما رآه فقد جمع بينهم أنهم رأوا شيئا مخيفا وهكذا جعلت تلك العجوز تقيم فيه ولاحظت أن كل من حاول الإقامة فيه وفر كان يحكي قصة مختلفة عما حكاها سوا ادخل البيت لترى بنفسك لكن تأهب لرؤية أشياء وانتعد ما يلزم لك ألم تشعر بفضول كي تمضي ليلة بنفسك بلى جربت لكن ليس لليلة جربت ثلاث ساعات في النهار ليس ذنبي أنني لست بالغ الشجاعة ولهذا لا أنصحك بأن تجرب ما لم تكن قوي الأعصاب عظيم التصميم أبديت إصراري فلم يقل الرجل الكثير تناول المفاتيح أعطاها لي شكرته بحرارة لصراحته أرعت بعد ذلك لخادم المخلص الذي أعرف شجاعته وثبات أعصابه الذي يفوق أي شخص عرفته وقلت هل تذكر خيبة أملنا في ألمانيا عندما لم نجد شبحا في تلك القلعة هناك بيت في لندن مسكون وأنوي أن أنام فيه الليلة أنا متأكد مما سمعت من أن شيئا سيظهر شيئا مفزعا هل تعتقد أنك لو قضيت الليلة معي سوف تحتفظ برباطة جأشك قال في صروف سق بي يا سيدي ممتاز هذه هي المفاتيح فخذها اسبقني إلى البيت المنزل لم يسكن منذ بيع لذا أوقض نارا وقم بتهوية الغرفة المختارة للنوم خذ معك مسدسي وخنجري وما يلزمك من سلاح قضيت باقي اليوم في أعمال أنستني المغامرة التي انتويت القيام بها ثم تناولت عشائي وأنا أقرأ وفي التساعة والنصف انطرقت نحو البيت ومعي كلب مفضل كانت ليلة باردة والسماء مكفهرة لكن هناك قمرا شاحبا وأدركت أن السماء ستكون صافية بعد منتصف الليل دققت الباب ففتح لي خادم الباب بوجه مصرور كل تمام يا سيدي ومريح جدا غريب ألم تسمع أو تر شيئا غريبا يجب أن أقر بأنني سمعت شيئا غريبا صوت أقدام خلفي مع أصوات همس قرب أذني ولم يكن خائفا مما طمأنني أنه مهما حدث فلن يتخلى عني هنا تصلبت عيناي على الكلب كان يركض في شغف أولا لكنه الآن عند الباب يخدش بمخالبه ليخرج ربطت على رأسه مرارا فبدأ يهدأ قليلا فاتشنا القبو والمطبخ وكانت زجاجات الخمر مغطة بالعناكب مما دلنا على أن الأشباح ليست مدمنة خمور وجدنا قبوا في الخلفية هنا ظهر أول شيء غريب أراه هنا رأيت أثر قدم ليتشكل على الأرضية الرطبة تصلبت أمسكت بساعة خادمي ليرى بنفسي هنا ظهرت قدم أخرى وصلت القدمان الحركة وكانت صغيرتين قدمي صبي وعندما بلغت الجدار الآخر توقفت تفقدنا قاعة الطعام وغرفة يبدو أنها مخصصة لصائق كل شيء كان ساكنا انتقيت غرفة وجلست إلى المندضة بينما أشعل خادم الشمعدان هنا تحرك مقعد أمامي إلى الجدار بسرعة وبلا صخب ثم سقط جوار مقعدي قلت ضاحكا على الأقل هذا أفضل من الموائد المقلوبة هنا نبح كلبي بقوة خيل لي أنني أرى ملامح ضبابية لإنسان لكنها ضبابية جدا لدرجة أنني شككت في بصري قلت لخادمي أعد هذا المقعد لمكانه أعده للجدار قال هل هذا أنت يا سيدي؟ أنا ماذا؟ هناك من ضربني على كتفي حسبته أنت غضرنا هذه الغرفة فقد كانت باردة فعلا وأغلقنا الباب بإحكام هذه حركة احتياطية قمنا بها في أية غرفة دخلناها كانت غرفة النوم التي اختارها لي هي الأفضل وهناك نافذتان تطلان على الشارع وهناك نار مبهجة أمام الفراش مباشرة وكانت تتصل بالغرفة التي اختارها خادمي لنفسه تفقدنا الجدران وخزنات الثياب كانت الجدران مصمطة وهي التي تكون جدار البيت بينما الخزنات خالية تماما إلا من شمعات للثياب نسائية كان هناك باب موسط بعناية فقال خادمي في توطر سيدي هذا الباب كان مفتوحا أنا فتحته قبل هذا ولا يمكن غلقه من الداخل هنا إن فتح الباب بقوة فتبادلنا نظرات إن دفعت أدخل الغرفة فوجدتها غرفة صغيرة بلا أساس لا بصات لا أبواب سوى الذي دخلنا منه وقفنا ننظر حولنا هنا انغلق الباب لقد سجننا وللمرة الأولى شعرت برعب عظيم لكن خادمي كان أبعد ما يكون عن الظعر وقال لي لا يمكن أن يحسبوا أنهم سجنون يا سيدي يمكن أن أفتح الباب بركلة من قدمي كنت أحاول فتح الباب أما هو فقد طلب الإذن باستعمال العنف هنا أقر أنني أعجبت جدا برباطة جأشه ومرحه وسط هذه الظروف وقد هنأت نفسي على أن معي رفيقا يمكن الثقة به في مواقف كهذه إلا أن جهوده لم تنجح شعرت كأن الغرفة تمتلئ ببطء بروح شريرة كريهة وفجأة انفتح الباب تلقائيا ببطء شديد فاندفعنا للخارج رأينا بقعة ضوء بشكل وحجم البشر تتحرك فرعنا نلحق بها فإذا بها تتجه إلى غرفة نوم صغيرة يبدو أنها كانت مخصصة للخدم رأيت الضوء ينكمش إلى حجم كرة صغيرة رائعة الجمال ثم يتلاشى هناك على الفراش وجدنا منديلا كان مكسوا بالغبار فلربما كان يخص العجوز التي ماتت هنا شعرت برغبة في فتح الأدراج فتحت أحدها فوجدت خطابين مربوطين بشاريط أصفر أمسكت بالخطابين هنا شعرت بشيء ناعم يقبض على معصامي ويحاول في رفق انتزعهما لكنه لم ينجح عدنا لغرفتي لاحظت أن كلبي لم يتبعنا قط بل كان ينزوي جوار النار وارتجف كنت شغوفا بقراءة الخطابين بينما راح خادمي يخرج الأسلحة التي جئنا بها ويضاع على منضدى جوار الفراش كان تاريخ الخطابات يعود لخمسة وثلاثين عاما خطابات من عاشق لحبيبته مع لم ستدل على أن من يكتب الخطابات كان بحارا أو يعمل بالبحر ومن الواضح أنه لم يتعلم جيدا هناك عبارة توحي بسر معين سر لا علاقة له بالحب بل بالجريمة مثل لا تدعي أحدا يوجد في غرفتك ليلا لربما كنت تتكلمين في نومك وجملة مثل ما حدث قد حدث ولن يعرف أحد الحقيقة ما لم يتكلم الموت في الخطاب الأخير هناك تعليق بخط أنثى ويقول فقد في البحر يوم الرابع من يونيو نفس اليوم الذي ولا شيء وضعت الخطابين جانبا ورحت أفكر زدت من اشتعال النار وفتحت الكتاب الذي أحضرته معي ورحت أطالع حتى الحادية عشر والنصف سمحت للخادم بأن يذهب لحجرتي لكن بشرط ألا ينام أن يبقي الباب مفتوحا بين الغرفتين أشعلت شمعتين على جانبي الفراش ووصلت القراءة بعد عشرين دقيقة شعرت بهواء بارد يضرب وجهي استدرت لأرى لها بشمعة يهتز في جنون ورأيت ساعاتي التي وضعتها جوار المسدس تنزلق ببطء وفجأة اختفت أمسكت بالمسدس في يد والخنجر في يد ونهض لأنني لم أرغب في أن تلحق أسلحتي بساعتي نهض الكلب منتصبا وتراجعت أذناه للخلف وراح يصغي رح ينظر لي في ثبات بنظرة غريبة وشعره منتصب هنا اقتحم الخادم الغرفة وقد قلس الرعب وجهه حتى أنني لو رأيته في الشارع لما عرفته وهمس وهو يركض اجري اجري يا سيدي إنه من خلفي واندفع للباب ففتحه وخرج ورعت خلفه فسمعته يثب فوق الدرجات ثم انفتح باب الشارع لقد صرت وحدي في البيت المسكون وقفت للحظات لا أعرف إن كان علي أن أتبعه أم لا ثم تغلبت الكبرياء لتعيدني دخلت الغرفة التي كان فيها فلم أرى شيئا يبرر هلعه لا توجد أبواب أو فتحات إذن كيف استطاع هذا الشيء الذي أفزعه أن يدخل ما لم يكن عن طريق حجرتي عدت للغرفة فوجدت أن الكلب حشر نفسه في إحدى زوايا الحجرة كانه يحاول حرفيا اختراق الجدار دنوت من الحيوان وتكلمت معه كان من الواضح أن الرعب تملكه كان يكشر عن أنيابه واللعاب يسيل من فمه فقط لو رأيت في حديقة الحيوان أرنبا تجمد من الرعب أمام ثعبان يمكنك فهم المنظر حاولت تهدئة الحيوان وإن حرصت على أن لا أتعرض لعضة منه وهي أمر وارد في هذه الظروف وعدت أطالع كتابي كنت قد رأيت الكثير من التجارب الغريبة في كل مكان بالعالم وقد كونت نظرياتي الخاصة أن الخارق للطبيعة ليس سوى ظاهرة طبيعية لم نعرفها من قبل لو ظهر شبح أمامي فلن أقول الخارق للطبيعة ممكن لكن سأقول إذن فظهور الأشباح ممكن حسب قوانين الطبيعة على عكس ما يعتقد العلماء وفي كل الظواهر الخارقة مثل تحريك الأساس واستحضار الأرواح فإن العنصر البشري يظل موجودا ليستقبل ويرى ولهذا فإنني أعتقد أن ما رأيت في هذا البيت حتى اللحظة يتم عبر وسيط بشري فاني مثلي مهما رأيت فلسوف يكون هذا عبر وسيط منح القدرة على أن يقدم لنا هذه الأشياء كنت هادئ الجنان أتصرف بنفس العقلانية التي ينتظر بها أحد العلماء نتيجة التفاعل الكيمياوي كنت أقرأ عندما شعرتك أن شيء يتدخل بين الصفحات ومصدر الضوء نظرت لأعلى فرأيت الشيء الذي ربما أجد من المستحيل أن أصفه الظلام يتشكل في صورة ليست بشرية تماما بل هي أقرب لظل ظل غير واضح في الهواء ظل هائل الحجم يوشك على أن يلمس الصقف خيل لي أنني أرى عينين تنظران لي من أعلى كانت تظهران ثم تختفيان حاولت النهوض لكنني لم أقدر بسبب ثقل غير عادي جثم علي هناك إرادة أقوى مني تمنعني إرادة لها ذات تصميم العواصف والبراكين في النهاية تملكني الرعب رعب يفوق الكلمات لكني قلت لنفسي هذا رعب رعب وليس خوفا الخطر هو أن أشعر بالخوف هذا وهم مددت يدي لسلاحي هنا سقطت يدي جواري وبدأ ضوء الشمع يخبو كانت ضوء يتلاشى من المدفأة وبدأ الظلام يسود هرعت للنافذة وفتحت المصراع كان أول ما فكرت فيه هو ضوء رأيت القمر صافيا هادئا شعرت بسرور عدت للغرفة فوجدت أن الشيء المظلم قد طوارع نظرت للمندضة المصنوعة من خشب الماهوجيني هنا رأيت يدا تبرز يدا من لحم ودم مثل يدي لكنها لشخص مسن امرأة على وجه الدقة وفجأة اختفى الخطابان من على المندضة وسمعت ثلاث دقات عند رأس الفراش تحرك مقعد عند طرف الغرفة وبدأ شيء يتشكل فوقه شيء له مظهر امرأة امرأة شابة لها جمال جنائزي غريب وقد التفت بسوب من الضباب الابيض لم تكن عيناها تنظر النيبل الى الباب كأنها تصغي او تنتظر ومن الباب برغم انه لم ينفتح ظهر شكل اخر مخيف شكل شاب يلبس ثياب القرن الماضي او ما يبدو كذلك لانه كان طيفيا وكان للشبحين ذات الملامح الميتة الشاحبة دانت ذكر من الانثى مع ظل اسود غريب ينحدر من الجدار خيل لي انني ارى بقعة دم على صدر الانثى ورأيت شبح الرجل ينحني على السيف بينما الظل في الوسط يلتهمهما معا وسرعان ما توريا انفتح باب الخزانة عن يمين المدفأة وظهرت امرأة مسنة في يديها خطابان نفس الخطابين الذين رأيت اليد تأخذهما فتحت الخطابين كأنها تقرأ ومن خلفها ظهر وجه محتقن وجه رجل غرق منذ زمن منتفخ وقد اختلط عشب البحر بشعره جواره كان الطفل طفل تعز سيء التغذية نظرت لوجه العجوز فبدأ كأن التجعيد تزول وصار وجه شابة حادة النظرات ومن جديد عادت الظلال ثم من الظلال بدأت فقاقية تخرج تنفجر ومنها تخرج أشياء عملاقة مسوخية أشياء لا يمكن أن أصفها للقارئ إلا كهذه الأشياء المرعبة التي تراها في قطرة الماء تحت عدسة المجهر كنت أشعر بأن شيئا يلمسني لكن ليست تلك الأشياء أنام الباردة غير مرئية تحاول الإمساك بمعصامي وشعرت بشكل ما أنني لو أبديت زعرا لكانت نهايتي لذا تمسكت كانت معركة معركة إرادات كانت من حول إرادة إرادة قوية شريرة خلاقة كانت الأشكال تتوهج كأنها تحترق ثم دوت دقات ثلاثة هنا تورى كل شيء من الظلمة جاءت وإلى الظلمة عادت ومن جديد توهجت الشمعتان على المندضة وعادت الغرفة هادئة كما كانت كان البابان مغلقين كما هما والكلب كان مازال في الركن نديته فلم يرد عيناه جاحثتان أدركت أنه ميت حملته بين ثراعي قرب النار وشعرت بحزن بالغ لخسارتي خطر لي أنه مات من الرعب لكن دهشتي كانت بالغة عندما وجدت أن عنقه مهشمة هل حدث هذا في الظلام ألم تفعل هذا يد لتقل بشري عن يدي لا أستطيع إلا ذكر ما رأيت وللقارئ أن يستنتج ما يشاء أما ساعتي فقد عادت لمكانها وفيما بعد مهما حاول أبرع صناع الساعات أن يصلحوها فإنها كانت تعمل لساعة ثم تتوقف لقد صارت بلا قيمة لم يترأ شيء بقية الليل وقد خطر لي أن أزور الغرفة الصغيرة التي سجنت فيها أنا وخادمي لأنه خطر لي أن تكون هي الغرفة التي بدأ منها كل شيء وبرغم أنني دخلتها في ضوء الشمس عبر النافذة فإنني شعرت بنفس رعب البارحة حتى لم أجسر على البقاء فترة أطول نزلت في الدرج وفتحت باب الشارع وأطلقت الضحكة خافتة قدت لبيتي متوقعا أن أجد خادمي هناك لكن لم أجده ولم أسمع عنه شيئا لمدة ثلاثة أيام عندما تلقيت رسالة منه من ليفربول يقول سيدي المحترم أطلب صفحك برغم أنني لا أستحق ما لم تكن قد رأيت ما رأيته أحتاج لعوام كي أستعيد لي قطي وأصلح للخدمة ثانية سأذهب لأخي وزوجتي في ميلبور لأقيم عنده والسفينة تتحرق غدا لا أفعل شيئا سوى الرشفة إذ أتخيل الشيء خلفي فقط أطلب يا سيدي أن ترسل متاعي وأجري لوالدتي جون يعرف العنوان كان من الواضح أن الرجل ينوي الذهاب لأستراليا في المساء عدت للبيت وفي نيتي أن أجلب الأشياء التي تركتها هناك لم يحدث شيء وقد عدت للمستر جي في مكتبه لأعيد له المفاتيح وأخبرته أنني رويت فضولي وكدت أحكي له ما رأيته لكنه استوقفني وقال في أدب أنه لم يعد يبالي بهذا اللغز وانا سألته عن الخطابين الذين وجدتهما وعما إذا كان لهم علاقة بالعجوزة التي عاشت في البيت لفترة بدى مندهشا ثم قال إنه لا يعرف الكثير عن المرأة لكنه سيجري بعض التحريات إن هناك نظرية تقضي بأن ضحية الجريمة أو منفذها يزور كروح قلقة مكان الجريمة لكن الأرواح تغزو هذا البيت من قبل أن تقيم فيه المرأة قلت له ما زلت أؤمن بوجود عنصر بشري في هذا كله لو كان التنويم المغناطيسي قادرا على نقل أفكار لك فلماذا لا يكون هناك شخص هو الذي ينقل هذه الرؤى؟ قال في دهشة لو افترضنا هذا بالنسبة للخيال فماذا عن حركة أجسام مادية كالمقاعد والأبواب؟ هناك قوة أكبر من التنويم المغناطيسي القوة التي كانوا في الماضي يسمونها السحر لن تكون قوة خارقة للطبيعة بل ستكون قوة ضمن قوة الطبيعة لكنها نادرة جدا ولا يظهر بها إلا قليلون دعني أوضح ما أعنيه من تجربة يصفها بارسيليوس بأنها غير صعبة كما يصفها صاحب كتاب غرائب الأدب بأنها ذات مصداقية عندما تحرق ظهرة فإن مكوناتها تتجعد وتتلاشى لكن بوسعك بالكيمياء أن تسترجع المكونات من الرماد هذا ينطبق على الروح هذا الشبح الذي يظهر ليس هو روح المتوفي بل هو صورة للشكل الميت هذه الأشباح عندما تظهر لا تتكلم وإذا تكلمت لا تقول شيئا مهما أنا مصمم على أن ما رأيته انتقل لعقلي من عقل آخر هناك أعجوبة جديدة اسمها الكهرباء باختصار أنا أفكر في أن ما رأيناه ليس سوى أحلام غير مكتملة لعقل هائل القدرة مرعب في قدرتي على التدمير لقد قتلت الكلب ولربما قتلتني أنا أيضا لا غربة في أنه لا يمكن إقناع حيوان بالبقاء هناك حتى الفئران والصراصير هل تفهم نظريتي؟ نوعا وإنني لا أقبل أي نظرية خيالية أكثر من قبولي لفكرة الأشباح قلت له على كل حال أنا أشك في تلك الغرفة الصغيرة عند المدخل وأقترح عليك أن تهدم الجدران وتنزع الأرضية لاحظت أنها منفصلة عن البيت ويمكن تدميرها دون أن تؤذي البيت سوف أدفع لك نصف التكاليف لو فعلت لا لا داعي سأدفع كل شيء بعد عشرة أيام جاء خطاب من مستر جي يقول إنه زار البيت ووجد الخطابين لذين كان معي في درج وقد أجرى بحثا عن المرأة التي يبدو أن الخطابات موجهة لها وبدأ أنه منذ 36 عاما تزوجت برغم إرادة أهلها تزوجت من رجل أمريكي مريب هي كانت ابنة تاجر محترم جدا ولها أخ أرمل لديه طفل في السادسة وكان سريا جدا بعد شهر من الزواج وجدوا جثة هذا الأخ في نهر الطايمز وهناك علامات عنف على حلقه تولى الأمريكي وزوجته رعاية الطفل لو مات الطفل تارث الأخت الثروة مات الطفل بعد ستة أشهر فعلا وقال الجيران إنهم سمعوه يصرخ ليلا الأطباء الذين فحصوه وجدوا جسدا سيء التغذية مليئا بالكدمات هكذا ورثت العم كل شيء وبعد عام من الزواج غادر الأمريكي إنجلترا ولم يعد قط أما الزوجة فظلت وحدها تواجه مصائب إفلاس المصرف وإفلاس عدة مشاريع ابتعت متجرا صغيرا وراحت تنحدر اجتماعيا حتى صارت خادمة وسرعان ما استأجرها مستر جي للعناية بالبيت الذي سكنت فيه في عام زواجه الأول أضف مستر جي أنه استأجر عمالا لهدم الغرفة وهو ينتظر أن أعطيه يوما مناسبا تم الهدم فعلا وتحت الأرضية وجدنا بابا صغيرا يسمح بنزول رجل لأسفل نزلنا لأسفل إلى غرفة لم يعرف أحد بوجودها قط كانت هناك نافذة مغلقة بالقرميت كانت هناك مقاعد ومنضضة كلها تنتمي لموضة تعود لثمانين عاما خزانة ثياب بها ثياب أنيقة عتيقة الطراز وهناك خزانة حديدية مثبتة للجدار وعليها قفل كلفنا الكثير من الجهد لنهشمه وكانت هناك أدراج وعلى الأرفف كانت الزجاجات من الكريستال بها مواد طيارة لا لون لها وكان هناك أنبوب زجاجي غريب الشكل وفي أحد الأدراج كانت صورة مؤطرة بالذهب ألوانها ما زالت نظرة كانت تصور رجلا في السابع والأربعين غالبا كان وجهه شديد التأثير تخيل ثعبانا عملاقا صار رجلا يمكنك عندها أن تتخيل منظر هذا عينان مخيفتان خضروان وفك مربع تدل على قوة غير عادية يعرف صاحبها أنه يملكها أدرت الصورة تلقائيا لأرى المكتوب على ظهر الصورة كانت نجمة خماسية في مركزها سلم والدرجة الثالثة منه تقول 1765 وجدت زنبركا فضغطت عليه هنا انفتح ظهر اللوحة وقرأت الكلمات ماريانا كوني مخلصة في حياتك وموتك هنا جاء اسم لن أذكره لكني سمعت في طفولتي لأنه اسم الصاب اشتهر بعروضه في لندن ثم فر منها بسبب جريمة قتل مزدوجة حدثت في بيتي قتل حبيبته ومنافسه أما مستر جي فقد انتزع الدرج الثاني بصعوبة بالغة وجدنا جهازا في حالة ممتازة وكان هناك الطبق يستقر على كتاب الطبق مليء بسائل رائق تطفو فوقه بصلا لكن بدلا من نقاط البصلا كانت هناك سبعة حروف غريبة ومن الدرج كانت رائحة غريبة لكنها ليست كريهة رائحة تؤثر في الأعصاب بشدة شعرنا بتنميل شديد حتى جذور الشعر نزعت الطبق هنا راحت الإبرة تدور حول نفسها وأصابتني صدمة جعلتني ألقي بالطبق انسكب السائل هنا راحت الجدران تهتز كأن يدًا عملاقة تهزها أصابت ظعر العمال حتى أنهم عادوا للسلم الذي نزلنا منه لكن لم يحدث شيء أكثر كان الكتاب مجوفا يحوي رقاقة من المخمل عليها نجمة خمسية مزدوجة وكتابة باللاتينية عتيقة يمكن ترجمتها إلى كل من يبلغ هذه الجدران حيا أو ميتا سوف تتحرك الإبرة بإرادتي ملعون هذا البيت ومظعرون هم كل من سيقيمون فيه لم يكن هناك شيء آخر أحرق مستر جي المخمل واللعن المكتوب عليه ثم قام بتجريف الغرفة وجدرانها ولمدة شهر تجرأ على سكن البيت وحده ولم يعد في لندن البيت أكثر هدوءا في النهاية عرضه للإيجار فلم يترقى أي تشكوى من السكان الجدد هذه القصة حقيقية وقد قمت بعرضها بطريقة تدفع أي رجل عاقل لتصديقها أرسلها لي سيد يعمل في القانون من ميدستون بكينت وهو شخص ذكي جدا وتشهد على صحة الأحداث سيدة رصينة متفهمة هي قريبة هذا السيد وتعيش في كانتر بيري على بعض خطوات من البيت الذي تعيش فيه سيدة بارغريف وهي تؤمن أنه لا حاجة بالرجل إلى تلفيق هذه الأحداث أو الكذب فيما يتعلق بها ما نستخلص من هذه القصة هو أن هناك حياة تلي حياتنا هذه وهناك إله رحيم سوف يحاسب كل واحد على ما قام به في حياتي وأن وقتنا على هذه الأرض قصير وعلينا أن نعود لله نادمين تائبين قبل فوات الأوان هذه القصص نادرة جدا ولم تسعفني قراءاتي وخبراتي بنموذج مماثل لها كانت ميسيس بارغريف هي الشخص الذي ظهرت له ميسيس فيل بعد موتها وهي شخص محترم وصديقة مخلصة ويمكن أن أثق بكلامها برغم أن بعض الناس ممن هم أصدقاء لأخو ميسيس فيل اعتبروا هذا الظهور خيالا وفعلوا ما بوسعهم حتى يسخروا من ميسيس بارغريف ويسفهوا من كلامها لكني لا أجد في الميسيس بارغريف ما يثير شكوكي في صحة قصتها برغم قصوة زوجها الشرير وبربرياته فإن هذا لم يؤثر على سلامة عقلها كانت ميسيس فيل سيدة غير متزوجة في الثلاثين من عمرها ومنذ بضعة أعوام كانت تنتابها نوبات مرضية شرسة كان لها أخ وحيد يعولها وكانت تعنى ببيته في دوفر كانت امرأة شديدة التدين تعرف ميسيس بارغريف من طفولتها وكانت ظروفها صعبة بسبب أبيها القاسي وكانت تقول لميسيس بارغريف أنت لست أفضل صديق بل أنت الصديق الوحيد لي في العالم وما من شيء سوف يقضي على صداقتنا كانت تعزيان بعضهما وتقرآن بعض الكتب القييمة عندما حصل ميستر فيل على عمل في الجمارك في دوفر بدأت العلاقة تقل بين الصديقتين وإن لم تتشاجر قط إن الفطور يأتي على مراحل وقد بدأ يتزايد درجة أن ميسيس بارغريف لم ترى صاحبتها لمدة عامين في الثامن من سبتمبر عام 1705 في منزلها في كانتر بيري كانت ميسيس بارغريف جالسة وحدها تفكر في حياتها التعسى ثم عكفت على أشغال الإبرة هنا سمعت دقات على الباب اتجهت لترى من هناك فكان ميسيس فيل صديقتها القديمة هنا دقت الساعة الثانية عشر ظهرا شعرت بدهشة لرؤية صديقتها بعد كل هذا الوقت لكنها كانت سعيدة لرؤيتها وقبلتها حتى كادت شافتاهما تتلصقان هنا وضعت ميسيس فيل يدها أمام عينها وقالت إنها ليست على ما يرام قالت إنها ذاهبة في رحلة وقد أردت أن ترى صاحبتها أولا سألتها ميسيس بارغريف كيف قامت بهذه الرحلة وحدها تعرف أن لديها أخا عطوفا قالت ميسيس فيل إنها تركت مذكرة لأخيها وجاءت وحدها لترى صاحبتها ثم إنها دخلت إلى حجرة صغيرة وجلست في مقعد ذي مسندين كانت ميسيس بارغريف تجلس عليه عندما سمعت الضق تقول لها ميسيس فيل إنها جاءت لتعيد الصداقة القديمة وتجدد من قطع منها وبدأت السيدتان تتذكران ذكرياتهما المشتركة والكتب التي قرأتها معا تكلمت معا عن كتاب دكتور شورلك عن الموت وكتاب دريلن كرول الشهير صعدت ميسيس بارغريف إلى الطابق العلوي لتجلب الكتاب وتعود به قالت لها ميسيس فيل إنه لو كانت عيون إيماننا مفتوحة كعيون أجسادنا لرأينا الملائكة التي تحيط بنا وتحرصنا يجب أن تدرك أن تصورنا للعالم الآخر يختلف تماما عن الحقيقة تذكري يا عزيزتي بارغريف دقيقة واحدة من السعادة المستقبلية سوف تعودك عن كل آلامك لا أصدق أبدا أن الله اختار هذه الآلام لترافقك طيلة حياتك سوف تفارقك هذه الآلام أو تفارقينها أنت يوما ما كانت ميسيس فيل تتكلم بحرارة وصدق حتى إن ميسيس بارغريف بدأت تشعر بدموع في عينيها قالت لها ميسيس فيل إن كلام الناس هذه الأيام يختلف عن كلام المسيحيين الأوائل كانوا يتكلمون بطريقة تضيف لإيمان كل منهم لم يكونوا مثلي ومثلك لكن عليها أن تفعل مثلهم من العسير في هذا العصر أن تجد صديقا مخلصا من قلبه قالت ميسيس بارغريف إنها كتبت بعض الأشعار فطلبت منها صاحبتها أن تطلع عليها دامت المحادثة ساعة وسلاس أرباع وإن لم تستطع ميسيس بارغريف أن تتذكر كل شيء وهذا طبيعي بالنسبة لمحادثة بهذا الطول طلبت ميسيس فيل من صاحبتها أن تكتب خطابا لأخيها تخبره فيه بأن يعطي مبالغ من المال لفلان وفلان مع مدخاراتها التي تحتفظ بها في صورة ذهب شعرت ميسيس بارغريف بأنها ستصاب بنوبة أخرى لذا جلست على مقال طلبت منها ميسيس فيل أن تحكي كل تفاصيل هذه المحادثة لأخيها بدأ هذا الطلب غريبا على ميسيس بارغريف وأخبرت صاحبته أنه من الأسهل أن تفعل ذلك بنفسها قالت ميسيس فيل أن أسباب هذا ستتضح فيما بعد لكنها تطالب ميسيس بارغريف بأن تعيدها بذلك هنا طلبت ميسيس فيل أن ترى ابنة بارغريف لم تكن في البيت قالت ميسيس بارغريف أنها يمكن أن تطلبها لو كانت مصرة على أن ترها فطلبت منها ميسيس فيل أن تفعل ذهبت ميسيس بارغريف لبيت الجيران لتجلب ابنتها فلما عادت وجدت السيدة فيل تقف على باب الخروج الذي يطل على السوق متأهبة للرحيل سألتها بارغريف عن سبب العجلة للرحيل فقالت تلك إنها لن تبدأ رحلتها قبل يوم الإثنين على كل حال وعادتها بأن تراها ثانية في بيت ابن عمها واتسون قبل أن ترحل ثم إنها انصرفت ومشت أمام صاحبتها إلى أن طوارت عند ناصية كانت الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر لقد ماتت السيدة فيل في السابع من ديسمبر عند الظهر بسبب نوبة عنيفة وفي اليوم التالي لظهورها وكان يوم أحد أصيبت ميسيس بارغريف ببرد شديد والتهاب في الحلق فلم تستطع الخروج يوم الإثنين أرسلت لكابتن واتسون تسأل عما إذا كانت ميسيس فيل عنده اندهشوا لهذا السؤال وردوا بأنها غير موجودة ولا ينتظرون قدومها اندهشت ميسيس بارغريف لهذا ووضعت عباءتها وهرعت لدار الكابتن واتسون لتتأكد من أن صديقتها ليست هناك حقا اندهشوا بدورهم وقالوا إن ميسيس فيل لم تكن في المدينة قط ولو كانت فيها لزارت دارهم هنا دخل المكان كابتن واتسون وأكد أن السيدة فيل ميتة لم تصدق سيدة بارغريف وحكت كل شيء للكابتن ووصفت ثياب صديقتها ومقالته لها وكيف أخبرت أن ثيابها معالجة بطريقة تغير لونها هنا صاح كابتن واتسون أنها رأتها بالتأكيد ما من أحد سوا وميسيس فيل يعرف أن الثوب قد تم تغيير لونه وتذكرت ميسيس واتسون الثوب وشكله سرعان مصطحب الكابتن واتسون سيدين إلى منزل ميسيس بارغريف ليسمع القصة بلسانها وسرعان من قضى عليها كل من له علاقة بالكنيسة أو الفلسفة أو القانون كان كلامها معقولا وأدرك كل من كلمها أنها ليست فريسة التهيؤات نسيت أن أخبرك أن ميسيس فيل أخبرت ميسيس بارغريف أن أختها وزوج أختها جاء من لندن ليرياها لقد وصل الاثنان إلى دينفر في ذات اللحظة التي كانت تحتضر فيها كانت ميسيس بارغريف تتذكر أشياء جديدة طيلة الوقت الذي جلست فيه معها وقد جلست معها عدة ساعات من ضمن ما تذكرته أن ميستر برايتون العجوز كان يسمح لميسيس فيل بعشرة جنيهات كل عام وكان هذا سرا لم تعرفه ميسيس بارغريف إلا الآن لم تكن في القصة ثغرات مثلا أنك خادم في بيت مجاور سمع ميسيس بارغريف تتكلم في الوقت الذي قالت أن ميسيس فيل كانت عندها وبرغم المشاكل والمتاعب التي لقتها ميسيس بارغريف بعد هذه القصة فإنها لم تكن ترغب في مليم من الناس مقابل هذه القصة وكذا لم ترد أن تأخذ ابنتها أي شيء لهذا لم تهتم قط بسرد حكايتها قال ميستر فيل إنه سيقابل ميسيس بارغريف لفهم الأمور لكن ما حدثه أنه ظل في بيت كابتن واتسون منذ وفاة أخته وهكذا لم يلقى ميسيس بارغريف قط بعض أصدقاء زعموا أن ميسيس بارغريف كاذبة لكن من قالوا هذا كانوا معروفين بأنهم كذابون لم يقل ميستر فيل قط إن ميسيس بارغريف كذابة لكنه قال إن زوجها الشرير أفقدها عقلها برغم هذا اعترف أن أخته كان لديها كيس مليء بالذهب وجده في صندوق أمشاط وليس في غرفتها وقد بدأ هذا غريبا لأن السيدة كانت تخاف على مدخراتها جدا ولم تكن لتخرجها من الغرفة أبدا لكن كلما أعدنا التفكير في الأمر بدأ من المستحيل على ميسيس بارغريف أن تعد قصة كهذه بين الجمعة والسب وبمجرد ما سمعت خبر الوفاء تفعل هذا دون أن تكسب شيئا من ورائه فلابد أنها أذكى وأكثر شرا من أي شخص وقد سألت ميسيس بارغريف إن كانت قد أحست بالثوب فقالت في تواضع لأنه لو كانت حواسها سليمة فقد شعرت به قالت إنها شعرت أن الشبح كان يتكون من أنسجة مادية ملموسة لم تكن تريد الاستفادة من هذه القصة إلا بطريقتها الخاصة برغم أنه صارت في بيتها غرفة كاملة مليئة بالسادة الذين جاءوا من بعيد ليسمعوا القصة منها إن أصل هذه القصة الغريبة يبدو لي كما يلي جازف بائع كتب وطبع نسخا كثيرا من كتاب المحترم تشارلز درينكلورد من الكنيسة الكالافينية في باريس وقد حمل الكتاب عنوان دفاع الكنيسة ضد الخوف من الموت مع تعليمات تخبرنا كيف نتهيأ للموت لكن الموت برغم أنه مؤكد ليس جذابا للقراء ولهذا ظل الكتاب كوما مهمله لدى البائع الذي طبعه اتصل بالمدعو الديفو ليساعده وينقذ الكتاب من الموت خطرت لديفو فكرة عبقرية لترويج الكتاب وهكذا يمكنك بسهولة أن تقرأ كلماته الموحية بالثقة أرسلها لي سيد يعمل في القانون من ميدستون بيكانت وهو شخص ذكي جدا وتشهد على صحة الأحداث سيدة راصينة متفهمة هي قريبة هذا السيد وتعيش في كانتر بيري على بعض خطوات من البيت الذي تعيش به السيدة بارغريف مشكلتنا في زمننا الحالي أننا نشك ونتحقق بينما كان أجدادنا يتساءلون ويصدقون وكان ميستر فيل مهذبا وراقيا فلم يستطع قط أن يتهم ميسيس بارغريف بأنها لفقت القصة وكما قلنا افترض أنها قالت مرأته لكنه غير موثوق به فقد أودى زوجها الشرير بعقلها لقد كانت ميسيس فيل وصاحبتها صديقتين منذ الطفولة وقد أرادتها أن تبقى معا طالما هما حيتان لكن حصول أخو ميسيس فيل على مكتب في دينيفر قل من علاقة المرأتين عشت ميسيس بارغريف في كانتر بيري فوجئت بزيارة صديقتها ميسيس فيل وهي جالسة تفكر في تعساتها قالت صديقتها أنها ذاهبة في رحلة طويلة كانت ميسيس فيل تتكلم بطريقة تذكر القارئ بكلام عشاق أو عاشق شبحي في البلاد الإسكتلندي القديمة لماذا آتي إلى غرفتك أنا لم أعد رجلا أرضيا ولماذا ألثم شفتيك الورديتين بينما أيامك لن تطول راحت السيدتان تتكلمان بتلك الطريقة المنزلية الأليفة التي تميز النساء في منتصف العمر وقد ذكرت ميسيس فيل كتاب درانكروت الذي يتحدث عن الموت كما تحدثت عن كتاب إيستيك للدكتور كينريك وقصيدة ميستر نيز رايس عن الصداقة يبدو أن الكلام ضار بين السيدتين عن الثياب فقالت ميسيس فيل إن ثوبها من الحرير الذي أزيل لونه انتهت المحادثة فغادرت ميسيس فيل المكان ثم جاءت أخبار أنها توفيت قبل هذا بيوم وبدأت الأدلة تتراكم والأمور التي تكلمت عنها ولا يمكن أن يعرفها سواها هذه قصة غريبة لكن طريقة سردها وتضفق الأحداث تجعلك واثقا من أنها لو حدست فلابد أنها وقعت بهذه الكيفية ثم أن هناك نقاطا تافهة كثيرة في الحوار تجعلك تستبعد أن يقوم أحد بتأليفها كانت النتيجة مذهلة وسرعان ما راج الكتاب كتاب دران كروت عن الموت في كل مكان وبعدما كانت نسخة مهملة في متجر الكتب صارت الطبعات لا تنتهي باختصار لقد تحقق الغرض الحقيقي من ظهور ميسيس فيل المرأة الصامتة بقلم ليو بيلد كومبرت في الليل دوى الضوضاء حفل زفاف يأتي من بيت متألق الإضاءة في الشارع الضيق كانت تلك من الليالي التي يدفئها الربيع لكنها حالكة السواد ما أشد سعادتهم هناك هؤلاء القوم في الزمن القديم كانت لديهم مشاكلهم مثلنا وعندما كانت الصعب تواجههم لم تكن تأتي رقيقا عما وإنما تهوى عليهم بمجمع قبضتها لكنهم برغم هذا كانوا ينعمون بوقتهم حقا وهذا يفسر هذه الضوضاء العالية القادمة من هذا البيت قال الأب الثري روبين كلانتر لنفسه لو كنت أعرف أن هذا سيكلفني آخر قطع ذهبية في جيبي لا أفلت من الموضوع بالفعل بدأ أن آخر قطع الذهب قد طارت وبدلا منها جاءت أطباق عليها الوز والمعجنات منذ الثانية بعد الظهر وحتى منتصف الليل ظل الخدم يركضون بالأطباق بدأ كأن بركة مضعفة حلت بالطعام لأنه لم يكن ينقص أبدا كان هناك رجل صغير الحجم لا تبدو عليه معالم الأهمية لكن بدأ أن وجوده يفتح شهية الموجودين إنه مهرج يقدم عرض ليبنار الذي اشتهرت به برال في إحدى الغرف احتشد الشباب للرقص كان الصخب شديدا لدرجة أن الشموع على الموائد كانت ترتجف رعبا بين الشباب ترى العروس في ثوبها الحرير السميك ومقدمة كل صوتها الذهبية تخفي وجهها كانت ترقص بلا توقف لو أن أحدا رأاها للاحظ عصبيتها وسرعتها لم تكن تنظر لأحد حتى العريس نفسه لم يسأل أحد نفسه ولم يلحظ لماذا كانت يدها تحرق ولا لماذا كانت أنفاسها حارة بهذه الشكل دخلت بعض النسوة القاعة فتعلت الموسيقى لتصم الآذان وفجأة طوارت العروس الجديدة خلف النساء ظل العريس واقفا عند العتبة باتسامته البلهاء ثم بعد لحظات اختفى بدوره ولا يعرف أحد كيف هذه الإشارات البسيطة يفهمها الناس على الفور معناها طبعا هو أن موعد الرحيل قد جاء صارت الموسيقى نعيسة قبل أن تتوقف فجأة وبدأت ضحيقات وعبارات ثملة تتردد هنا وهناك تجد رجلا يترنح فيستند إلى المقعد كان الجميع يتجهون للباب هنا سمعوا صراخات ألم من المدخل على الفور بدأ الحجد يتراجع إلى داخل القاعة كانت صراخات ألم شنيعة لدرجة أنه حتى الأكثر ثملا عادوا لوعيهم بالله ماذا حدث هل البيت أحترق سرقت امرأة من أسفل لقد ذهبت ذهبت تساءل الضيوف الزفاف من هي اقتحمت المكان سيلدي كلانتر أم العروس شاحبة كالموت وفي يدها شمعة رأت الكثيرين حولها فبدأ أنها طفيق نوعا نظرت حولها كأنما غلبها الخجل وقالت لا شيء لا شيء أيها السادة الطيبون ماذا يمكن أن يكون حدث لكن كان التسطر واضحا فلا يمكن أن يخدعهم إذن لماذا تصرخين ما دام لم يحدث شيء قالت وهي تئن نعم رحلت ولابد أنها أذت نفسها الآن بدأ يتضح الأمر لقد اختفت العروس من مأدوبة الزواج نزل العريس ليبحث عنها لكنه لم يجدها فكر في أنها مسحة لكنه بدأ يشعر بتوجز غامض ناد أمها وقال الويلولي لقد رحلت كان الناس الآن يتكلمون عن الأرواح الشريرة التي تحب أن تفسد ليالي الزفاف تفسير سخيف لكن الكثيرين صدقوا شعرت أمهات كثيرات بتوتر ونادين بناتهن الرجال قرروا البحث عن العروس وطلبوا حبالا ومشاعل وقف روبين كلانتر في القاعة التي صارت خالية ولم يتبادل كلمة مع أحد لقد قهرته المرارة وقهره الخوف ممن وقفوا مع سلدي في القاعة كان ليبنار المهرج القادم من براغ دنى من الأم التعسى وسألها قل لي يا سيدتي ألم تكن تريده؟ من؟ العريس أعني ربما أرغمتم الفتاة على الزواج منها أرغمناها؟ إذن سيكون لدعي للبحث عنها من الخير أن نتركها حيث هي وانصرف بلا كلمة أخرى قرب المعبد كان هناك بيت حاخام بني في زاوية شارع ضيق جدا حتى في ضوء النهار كان شديد الكآبة وكان الناس يعتقدون أن أصوات موتى تسمع ليلا وهم يتلقون لفافات القانون عبر الشارع ركضت فتاة خجول نظرت خلفها لترى إن كان هناك من يتبعها لكن كان السكون كاملا جاء ضوء من إحدى نوافذ المعبد في المصباح الدائم المعلق عند المحراب أمسكت بمقبض الباب الحديدي وضقت وإن كان ضق قلبها أعلى سمعت خطوات قادمة لم يكن الحاخام قد جاء لهذا البيت منذ وقت بعيد كان غير متزوج وفي مقتبل العمر ولم يكن أحد يعرفه بعد الحاخام القديم الذي كان في الثمانين من عمره وكانت معه أمه المسنة التي لعبت له دور الزوجة والابنة معا من هناك؟ أنا ارفعي صوتك لو أردت أن أسمعك أنا ابنة روبين كلانتر بدل اسمه غريبا كان يعرف القليلين برغم أنه كان هو الذي أجرى تقوص الزواج منذ قليل وماذا تريدين؟ افتح الباب أيها الحاخام وإلا لمت حالا أزاح المزلاج وقبل أن يفهم كانت قد انسابت إلى داخل القاعة فهز رأسه وأغلق المزلاج كانت امرأة تجلس في المقعد المختار لديه وظهرها له كان رأسها محنيا على صدرها شعر الحاخام بالرعب من أنت؟ سألها بصوت عالي كأن الصوت العالي سيحميه من هذا الشيء الذي بدى له ككل الأرواح الشريرة معا ألا تعرفني؟ لقد زوجتني منذ ساعات وقف عاجزا عن الكلام إذن هي ليست شبحا قال لها متلعثما لو كنت أنت هي لما جئتي هنا ولست حيث تنتمين؟ ما من مكان أن تمي له أكثر من هنا؟ أذهلت هذه الكلمات هل المرأة مجنونة؟ قال لها بصوت هادئ مكانك يا ابنتي هو بيت أبويك ثم بيت زوجك قالت شيئا لم يفهمه لكنه قرر أنه يرى أمام فتاة تعسى يبدو أن عقلها ليس على ما يرام ما اسمك؟ اسمي فايلة وماذا تريدين يا فايلة؟ أيها الحخام هناك خطيئة عظيمة تجتم على قلبي ولا أعرف ما أفعله وما الخطيئة التي لا يمكننا أن نناقشها في أي وقت آخر؟ هل جئت للاعتراف؟ وهل زوجك وأبوك يعرفان عنها أي شيء؟ قالت فجأة مقاطعة ومن زوجي؟ تزاحمت الخواطر في ذهن الحخام سألها في هدوء قدر الإمكان هل أرغموك على الزواج؟ ربما كانت الإجابة التي تلقاها هي دمع مكتومة والصراع داخلي وجسد يرتجف وبدأت تحكي بصوت هامس غريب لم يسمعه يصدر من بشري من قبل نعم أيها الحخام سأحكي برغم أنني أعرف أنني لن أذهب هناك حيا لا لم أرغم على الزواج لم يجبرني أبواي على شيء قط زوجي ابن رجل غني ومعنى الزواج منه أن أقضي حياتي موطة بالذهب وهذا هو ما جذبني له أرغمت قلبي على الزواج منه في أعماقي كنت أكره وكلما أحباني أكثر نفرت منه لكن الزهب والفضة كان يقولان لي ستكونين أغنى زوجة في المنطقة لم أكن كذاب قط لكن منذ الخطبة أشعر أن الكذبة عملاقة تطاردني الليلة عندما وقفت تحت القبة ووضع الخاتم في يدي عرفت مدى الكذبة وعندما اقتادوني بعيدا نظر لها الحاخام في صمت فقط روح تدرك خطيئتها يمكن أن تتكلم بهذه الطريقة لم يشعر بشفقة نحوها بل ما شعر به أنه يمر بذات معاناتها الأمر واضح وهو يفهم الآن سبب هربها في ساعة كهذه ولم يجد ما يقول سوى استمري في القصة يا فيلا استدارت نحو ولم يكن قد رأى وجهها بعد قالت في اصدراء ألم أقل لك كل شيء؟ قال في ارتباك كل شيء الآن قل لي ما أفعله فيلا قالها وهو يشعر للمرة الأولى بنوع من النفور من هذه المحادثة وقبل أن يفهم ركعت على ركبتيها أمامه وتمسكت بصاقيه وقالت قل لي سقط الخمار عن وجهها فبدت على قدر ملحوظ من الجمال حتى أن الحاخام أشاح بوجهه كأنه يرى وهجا من النور أنت وحدك قادر على أن تدلني أنا لست زوجة ولن أكون قل لي لن أنهض حتى تخبرني نافا تالي تراجع الحاخام وهو يئن ألما مما عرض رأس الفتاة لأن يرتطم بالأرض عادت الفتاة تصرخ نافا تالي صمتا قالها وهو يضغط بيديه على رأسه نافا تالي صمتا قالها بصوت عالي هذه المرة حتى أنها رقدت على الأرض صامتا راح يجوب القاعة كي يهدئ انفعاله قليلا لو أن أحدا رأى وجه الحاخام وقتها لملأه الرعب عزغي لي يا فيلا أنا مزغية سوف أقول كلاما يثير رعبك لكنك ستنفذينه سأنفذه أقسم لك لا لا تقسمي حتى تسمعي ما سأقول اسمعيني يا ابنة روبين كلانتر على كاهلك ذنبان ثقيلان لا يمكن الخلاص منهما إلا بعقاب شديد لقد أرغمت قلبك على الكذب لأنك مفتونة بالذهب خدعت الرجل الذي منحك ثقةه حين اختارك زوجه الكذب هو أسوأ الخطايا وهو سبب أسوأ ما حدث للبشرية بكت المرأة أعرف هذا الخطيئة الثانية هي أنك ضمرت حياة إنسان آخر لقد فقد الرغبة والقدرة على أن يكون سعيدا للأبد هذه الخطيئة تحتاج إلى عقاب عنيف كي تتوبي كنت صامتة عندما كان عليك أن تتكلمي الآن أأمرك بأن تظل صامتة مع الجميع ستكونين خرساء منذ أن تترك هذا المعبد وحتى أقول لك قالت سأفعل ما تقول وأنت زوجة زوجي أعودي له وكوني زوجة صالحة أفهم ولثمت يده ويتبكي فقال لها منهارا اذهبي الآن واندفعت عبر الباب الخارجي تركته مفتوحا فنهض الحاخام ليغلقه عادت فيلا لبيتها فلم يراها أحد كانت أمها سيلدي على نفس المقعد الذي جلست عليه منذ ساعة وكان الرعب قد جعلها مشلولة تماما شد ما اختلفت الغرفة المقفرة عما كانت منذ ساعات عندما دخلت فيلا لم تصرخ أمها فلم تكن فيها قوة باقية فقد قالت لقد عدت يا بنتي كأن فيلا كانت تجول في الجوار فقط لكن الفتاة لم ترد عاد الأب والزوج من الخارج فأصابهم الظعر لما ترأى على الفتاة من تغيير ومن هذه اللحظة بدأت توبة الفتاة المريعة التغير الذي ترأى عليها أثار دهشة الناس وقرروا أنها عين حسود تلك التي جعلتها في هذه الحالة بسبب مرحها وجمالها في تلك الليلة أطلقوا عليها فيلا الصامتة كان صمت امرأة وهو صمت له تأثير وقوة كاسحة أعلى من أي صراخ عادت فيلا لدارها مع زوجها البيت الذي خلب لبها ما فيه من ذهب وفضة بالنسبة للناس ظلت في المقدمة لأن المرء لا ينال كل شيء ظلت الأجمل والأكثر نظارة وصمتها لم يقلل من سحرها لكنها لم ترزق بطفل في البداية وقال الناس إن هذا عادل امرأة لا تتكلم يصعب عليها أن تربي طفلا لكنها ذات يوم أنجبت طفلة وحينما نامت الطفلة على صدرها وأصدرت تلك الأصوات الجميلة التي يصدرها الأطفال لم تتكلم كانت مرغمة على الصمت وقد ظلت صامتة والطفلة تكبر أمام عينيها لم تنسى توبتها وبعد أعوام جاء صبي جميل ظلت صامتة وقد سيطرت عليها فكرة أن الحنث بعهدها سوف يجلب لعنة على طفليها كبرت الطفلة لتصير كبر عن جوار ظهر مكتملة رائعة الجمال جاء الخطاب واختارت الأم أفضلهم لابنتها لكن قبل الزواج بأسابيع تفشى وباء مروع كان ينتقل فتيات اليافعات ليقضي عليهن وخلال ثلاثة أيام صارت هناك جثة شابة في البيت حتى وهي تحمل ابنتها للقبر لم تنسى القصم فقط أطلقت صرخة ألم عادية وبدأت تثبل بعد هذا امتلأ وجهها بالتجعين وشاب شعرها حتى أن الناس تسألوا عن كيفية بقاء اللحم والروح معا ابنها كان في الثالثة عشر من عمره وكان تلميذ الحاخام الذي أحبه كثيرا وقال إنه مرموق وموهو وهكذا قرروا أن يسافر ليدرس عاد لأمه بعد أعوام حاملا شهادات عالية جدا فانتعشت وبدأ كأن لمح من جمالها القديم قد عاد وفي يوم السبت تأهبت الميذ التلمود الجديد الذي لم يتجاوز عشرين عاما إلا بقليل كي يلقي درسه الأول تزاحم القوم كاتفا لكاتف في المعبد وراحت النسوة ينظرن عبر المشربيات العلوية كانت فيلا ترى كل ما يدور تحت كانت شاحبة بينما الكل ينظر لها لسبب ما كانت تشعر بإرهاق غريب لم تمر به في حياتها كأنها بحاجة ماسة للنوم بدأ نطق كلماته الأولى هنا شعرت بأن خديها يحترقان نهضت واقفة لم تستطع فهم ما يقول ابنها فقط تسمع همهمة استحسان تعلو وتخفت وسمعت النسوة جوارها يبكين تأثرا كان ألم عظيم يعتصر قلبها وعندما أنهى ابنها كلمته صرخت من أعماقها وألقت بنفسها على خشب المشربية رباه ألا يحق لي الكلام ساد الصمت وعرف الجميع أنه صوت المرأة الصامتة هناك معجزة جاء صوت الحخام من مقاعد الرجال تكلمي الآن يحق لك أن تتكلمي لكنها لم ترد لقد سقطت ويداها على صدرها نظرت لها النسوة فوجدناها قد غابت عن الوعي لا المرأة الصامتة قد ماتت كان تباعد شفتيها آخر لحظة لها بعد أعوام مات الحخام وعلى فراش الموت حكى لمن حوله قصة تكفير فيلا عن ذنبها الرجل الذي تمادى أكثر من اللازم بقلم تينسون تكمن قرية سانت فيث في وادي على الضفة الغربية لنهر فون في هامبشاير تتكون قرب كنيستها كأنها تحتمي بها من الجنيات والأقزام الذين ربما ما زالوا يوجدون في الغابات ليمارسوا شيطنتهم بعد الغصق خارج النجع يمكنك أن تمشي في أي اتجاه لمسافة طويلة جدا دون أن تقابل بشرا ربما تتوقف الخيول البري عن الأكل عندما تراك أو تتكور الأرانب الهاربة لكنك لن ترى بشرا لن تشعر بالوحدة لأن الفراش يسبح في ضوء الشمس مع كل الأركسترة الطبيعية التي تشكل صخب يونيو صوت الطيور وآزز النحل وخارير الجدول ستشعر بأنك وسط موجودات لا حصر لها وبرغم قرون تعلم فيها الإنسان كيف يرود الطبيعة فإن سكان سانت فيث لم يكونوا يجازفون بدخول الغابة بعد الظلام من الصعب أن تأخذ من هؤلاء القرويين قصة واضحة عن ظواهر خارقة لكن الخوف منتشر بينهم هناك قصة واحدة سمعتها وهي محددة نوعا هي قصة عن تيس تيس عملاق يركض في الغابات وهو يتوهج بضوء جحيمي وهذا قريب نوعا من القصة التي أحاول أن أحكيها هنا قصة عن فنان شاب مات هنا وكان ذا طلع فيها شيء يجعلك تتسم شبه كما يقولون يمشي بلا طاقف عبر الغابات ويسكن بيتا معينا آخر بيت في القرية وحديقة التي قتل فيها وأنا أعتقد أن الخوف من الغابات يعود لهذه الحادثة كما يتعلق بدارسي الرجل الذي كان صديقا لي وصديقا للقتيل كان يوما ساحرا من أيام منتصف الصيف وكان الليل يسداد سحرا ويبدو كمعجزة في كل لحظة وكان نهر فون يرقض تحت ملاءات من أزرق السماء والتفى حول الغابة حيث يمتد جسر من الحديقة نحو آخر بيت في القرية ويتصل بالغابة نفسها عبر جسر من الخيزرون كان ذلك البيت يقبع خارج الظلام وكان الطريق المنحدر ما زال تغمره الشمس ثمت أحواض أزهار ذات ألوان مبهرة تغطي ممراته المكسوة بالحصة وهناك طريق طوبي تحيط به الأشجار على الجانبين وهناك أرجوحة معلقة كان البيت يقع بعيدا عن القرية فلا يتصل بها إلا بواسطة ممر غطاه القش الآن بيت منخفض هو ذو طابقين فقط وجدرانه مكسوة بأزهار متفتحة وسمة شرفة يقف فيها خادم منهمك بإعداد المندضة للعشاء انتهى من عمله فعاد للبيت ثم ظهر وعلى ساعده من شفه والتجه للأرجوحة الثامنة يا سيدي سأله صوت من الأرجوحة هل ظهر مستر دارسي؟ لا يا سيدي لو لم أعد لدى عودته قل له إنني أخذ حماما قبل العشاء عاد الخادم للداخل بينما جاهد فرانك هالتون يستعيد توزنه حيث رقد على الأرجوحة ثم جلس كان نحيلا لكن الرشق التي تحرك بها أعطت انطباعا بأنه قوي حتى وثبته من الأرجوحة لم تكن خرقاء كان رأسه صغيرا وبشرة النعيمة توحي بأنه مراهق لم تنمو لحياته بعد لكن نظرته المحنكة كانت تجعلك حائرا بصدد سنه ثم تقرر أن تنسى هذا رأسه مكسوب بشعر مجعد بني بينما لم يكن يلبس وقميص مفتوح وعندما وثب إلى الماء كان يغمض عينيه ويسبح على ظهره ويهمس لنفسه أنا وهو واحد النهر أنا والنهر أنا العشب المائي والبرودة يداي ليست لي بل هما للنهر كلانا واحد عندما عاد للبيت كان الخادم قد اقتاد للداخل رجلا في العقد الرابع من عمره عزيزي دارسي يسرني أن أراك لكن الآخر نظر له في دهشة فرهانك نعم أنا ماذا فعلت بنفسك لقد عدت صبيا لديك كثير مما أخبرك به ولسوف تصدق كل شيء ثم رفع يده صعن هذا صوت الكروان الذي أحب وارتسمت ابتسامة خفيفة على شفتيه وبدأ كأنه عاشق يصغي لصوت حبيبته أشعل دارسي سيجارا وقدم لصاحبه واحدا فضحك فرانك وقال لا ليس لي كنت أدخن في الماضي ويال غرابة هذا أقلعت لا أعرف أعتقد هذا سوف أفكر كذلك في موضوع أكل اللحم أنت ضحية أخرى على مذبح النباتيين راح فرانك يصفر في نومة حلق طائر صغير نحه فأمسك به وضمه لصدره وسأله هل البيت وسط الغابة آمن؟ هل المدام بخير؟ وتركه يحلق فقال دارسي في دهشة هذا طائر ألف جدا آه هو كذلك طيلة العشاء راح فرانك يستقصي كل أخبار صديقه القديم الذي لم يراه منذ ستة أعوام ستة أعوام كلها نجاح لدارسي لقد اشتهر كرسام بورتريم ونجح جدا إلى أنه منذ أشهر أصيب بنوبة تيفويد واضطر للقدوم لهذه البقعة للاستشفاء قال فرانك لابد أن تسبح في الماء لكن سؤالي هو كم حققت من سعادة؟ هذا هو أهم شيء وكم تعلمت؟ قال دارسي لقي ما لما تعلمته مقارنة بك كانت لوحاتك تكسب الكثير من المال ألا ترسم الآن؟ نعم أنا مشغول ولا أرسم وماذا تفعل إذن؟ لا أفعل أي شيء مشغول بعمل لا شيء نظر دارسي لوجه صديقه وقال واضح أن هذا النوع من العمل يناسبك جدا لكن هل تقرأ؟ أذكر ما كنت تقوله لي من أننا معشر رسامين نستفيد لو درسنا وجها بشريا واحدا لمدة عام دون أن نخط خطا واحدا يبدو لي أنك قضيت الأعوام الستة في استعادة شبابك لتبدو في العشرين وهذا يبدو لي غريبا كأنه اهتمام أنثاوي ضحك فرانك وقال الشباب لو فكرت في الأمر لوجدت أنه القدر على النمو نمو في العقل والجسد والروح في كل يوم تصير أفضل مما كنت بينما عند سن معينة يأتي كل يوم جديد ليضعف قبضتك على الحياة أكثر أنت أقل كهربائية مما كنت بدأت النجوم تظهر في السماء المخملية وبدأ القمر يقترب من الأفق ومشى الليل بين الأحراش مشى فرانك إلى الشرفة وفتح زراعيه وراح يعب الهواء عبا ثم عاد إلى الداخل وقال سيبدو هذا جنون لك لكن ما سأخبرك به حقيقي تعال للحديقة لو لم يكن الجو باردا عليك ما سأخبرك به لم أخبر به أحدا قط مشى إلى الظلام ممر الأشجار وجلسة ثم قال فرانك كنا منذ أعوام نتكلم عن زوال البهجة في الحياة كنت من طيلة حياتي أن الخطيئة الكبرى هي الوجه العابس وأن البهجة هي أهم شيء في العالم البهجة هي أكبر نعمة مقدسة نالها الإنسان عندما غادرت لندن اعتزمت أن أكرس حياتي لزرع البهجة في النفوس والبحث عنها لم يكن هذا سهلا لأن هناك تعاسى في كل مكان بحثت بين الأشجار والطيور والحشرات حيث الهدف الأقصى للحياة هو أن تكون سعيدا لم يعد الإنسان قادرا على الشعور بالسعادة الفطرية الأولى قال دارسي وهو يستدير في مقعده وماذا يسعد الحيوانات؟ الطعام والتزاوج ضحك فرانك وقال لا تحسبني غرقت في لذات الحواس الشخص الحسي يحمل التعاسى معه ربما كنت مجنونا لكني لست غبيا فكر في الشيء الذي يجعل الكلاب الصغيرة تلعب بالذيولها والقطط تنطلق في مهمات حماسية ليلا لجأت إلى الطبيعة جئت هنا وحاولت أن لا يقتلني الملل أقمت في هذه الغابة وانتظرت هنا تساءل دارسي في دهشة من منطلق التفكير البريطاني الذي يعتبر كل فكرة جديدة هراء تنتظر ماذا؟ ماذا كان سيحدث؟ من جديد ضحك فرانك وقال الحمد لله أن الغضب شيء تخلصت منه منذ زمن وإلا لضيقتني كلماتك هذه إنما قمت به كان مهما جدا للبشرية لأن السعادة معدية أكثر من داء الجدري رحت أرمق أشياء سعيدة وتفاديت كل ما هو تعز يمكنني الآن أن أنقل لك جزءا ضئيلا من السعادة التي تجري في دمي سوف تلقي بالعلم والرسم وكل شيء فقط تعيش عندما يموت المرء يتحل الجسد وينتقل الأشجار والأظهار هذا ما أحاول عمله بروحي قبل الموت قال دارسي في حماسة اكمل يمكنني بسهولة أن أدرك أنك تقول الحقيقة أرى أنك مجنون لكن هذا غير مهم ضحك فرانك وقال لا تهم بالأسماء الله منحنا كل شيء لكنه لم يخطر له اسما عندما خلق الله لآدم الحاوانات لم يسميها وإنما اترك اختيار أسماؤها لآدم نفسه هكذا لاحظت الأشياء السعيدة فصرت سعيدا منذ ثلاثة أعوام كنت أجلس في مكان سوف أريه لك غدا جلست هناك لا أفعل شيئا سوى الإصغاء سمعت نايا يعزف لحنا عجيبا لم يكن يكرر نفسه ولم يكن ينتهي أبدا سحرني تماما هنا فهمت أنه يأتي من الأعشاب والأشجار نهو صوت الحياة صوت الكون صوت بان أصابني الرعب الوقت وسددت أذني وجريت لأطواره لقد طلبت السعادة من الطبيعة فصرت أسمعها لم أسمع هذا الصوت ثانية إلا بعد ستة أشهر هذه المرة لم أكن خائفا سوف تلاحظ أن الطيور والحيوانات تتعامل معي بشكل حميم لكن لا تخف لن أضايقك بهذا الموضوع ثانية ولن أفتحه إلا إذا سألتني هناك رؤية أخيرة تنتظرني بها أعرف كل شيء وفي هذه الرؤية ستعرف أنه لا يوجد أنا ولا أنت نحن كل كبير متوحد مع الحياة ذاتها قد تعني هذه اللحظة موت جسدي لكن لا أبالي تأمله دارسي قليلا ثم قال أنت تخاف هذه اللحظة؟ أنت دقيق الملاحظة لكن آمل حين تأتي ألا أكون خائفا نهد دارسي مترنحا وقال أيها الصبي أنت أغرقتني في قصة خيالية والآن أعرف أنني لن أنام ولا خير فيه إلا أنم يمكنني أن أجعلك تنام بسهولة اسعد لغرفاتك وانتظرني بعد عشر دقائق بعد قليل نحق بصاحبه الذي كان ينقض في الفراش مفتوح العينين فقال له انظر لي الطيور في أعشاشها نائمة الريح نائمة البحر نائم النجوم تتأرجح ببطء في مهد السماوات ثم توقف وبرفق أطفأ بأنفاسه شمعة دارسي وتركه ينام في الصباح استيقظ دارسي منتعشا مع الشمس تذكر خيوطا من محادثة البارحة الليلة التي انتهت بتنويم مغناطيسي بسيط القصة كلها هكذا تنويم مغناطيسي من إرادة أقوى من إرادته وهذا هو كل شيء نزل إلى الإفطار حيث كان فرانك قد سبقه وكان يلتهم العصيدة واللبن بشاهية هائلة سأله نمت جيد آه جدا أين تعلمت التنويم المغناطيسي؟ جوار النهر قال دارسي أنت تكلمت في كثير من الهراء أمس لهذا طلبت لك جريدة اليوم يمكنك أن تستعيد الواقع وتقرأ قليلا عن أسواق المال ومباريات الكريكت في ضوء النهار بدى فرانك أكثر نظارة فقالت دارسي وقد شعر بأن منطقه يهتز أنت إنسان مدهش وإنني لأرغى في سؤالك بعض الأسئلة كما تريد في اليوم التالي أمتر دارسي صديقه بالأسئلة والإعتراضات كان فرانك يؤمن بأن استسلامه التام للقوى التي تحكم الحياة قد منحه جزءا وافرا من مادة الحياة ذاتها كان فرانك أقرب إلى ما يعتنق الوسنيون من معتقدات قال له دارسي تذكر أن رؤية بان تعني الموت أز فرانك كتفيه وقال كان الإغريق على حق في أمور كثيرة لكن ماذا يهمني؟ إذا رأيت بان فقد اقتربت كثيرا جدا من سر الحياة لكن دارسي بدأ يفهم أكثر كان يمشيان في القرية عندما رأي عجزا عاجزة عن المشي تجاهد كي تتحرك فدن منها فرانك ونظر لها نظرت له العجوز كأنها تتشرب نظارته ثم لسمته وضحكت أنت الشمس ذاتها إنني أشعر بأنني أفضل لكن على بعد خطوات كان غلام صغير يركض فتعثر سقط سقط شنيعة وأطلق صرخة ألم مروعة هنا فوجئ دارسي بفرانك يسد أذنيه ويجري بأقصى سرعة بعيدا عن الصبي جرى دارسي وتأكد من أن الصبي بخير ثم لحق بصاحبه ليلوم واجب التوضيح بأن بان هو إله المراعي عند الإغريق وهو يشبه الماعز أو التس قال دارسي لصديقه بلوم هل أنت خالي من الرحمة؟ لماذا لم تنتظر لتنقذ الصبي؟ قال أب فرانك ألا تفهم؟ الألم والغضب وأي شيء كريه يجعني أفر يؤخر قدوم اللحظة العظمى لكن العجوز كانت قبيحة مريضة بل كانت مثل تشتاق للسعادة عرفتها عندما رأتها ظل دارسي في أحضان الطبيعة فترة طويلة وقد عاد هذا له حيويته ولياقته شعر بأنه قد تعرض هو الآخر لسحر شخصية فرانك ولأكثر من عشرين مرة كل يوم كان يجد نفسه يقول هذا مستحيل هذا لا يمكن أن يكون ممكنا وأدرك من تكراره لهذه العبارات أنه يصارع نفسه وأن الفكرة بدأت تقنعه كانت تقص باردا في تلك الأيام لكن فرانك ظل على عادته يبيت في الخارج على الأرجوحة تحت الأمطار الليلية وكان يعود للدار ليقول أصاب بالبرد؟ لقد نسيت كيف يحدث هذا يبدو أن البيات في العراء يزيد من مناعة المر الذين يبيتون داخل البيوت يذكرونني بفاكهة أزيلت قشرتها ذات مرة قال لصاحبي لا أعرف ما هي الرؤية التي تنتظرني ربما كان ما ينتظرني هو رؤية كل الألم والمقتف العالم في لحظة النهاية لكن لا سبيل للتراجع لقد مشيت في خط واحد وتماديت تماديت أكثر من اللازم فلم يعد أمامي سواء أمضي في الخط إلى نهاياته لن أتراجع خطوة واحدة بدأ التقص يتحسن واعتاد درسي أن يواصل مناقشاته في العراء مع صديقه في ذلك اليوم كان نائما نوما غير مريح عندما صح فجأة شعر بأنه في أرض الظعر تلك الواقعة بين النوم واليقظة للحظات انتظر حتى استعاد توازنه وخيل له أنه يسمع من الحديقة صرخة صرخة تعبر عن أعنف درجات الظعر والقنوط كانت هناك كلمات غير مفهومة ثم صوت مألوف يرتجف ويقول رباه رباه ثم دوت ضحكة غريبة كأنها ثغاء ماعز وساد الصمت ما عدا صوت الريح لم ينتظر درسي ليضع شيئا على جسده أو يشهل شمعة ركض درسي نحو مقبض باب غرفته على الباب قابل وجها الجمه الرعب كان هذا هو الخادم يحمل ضوءا وسأله هل سمعت؟ كان وجه الرجل الأبيض تماما نعم يا سيدي هذا صوت سيدي هروع عبر الدرج وعبر قاعة الطعام حيث كانت منددة الإفطار قد وضعت في الشرفة كان المطر قد توقف كأنما الصنابير في السماء قد أغلقت ولم يكن الظلام دامسا خرج الدرسي للحديقة يتبعه الخادم حاملا شمعة روائح النباتات والأزهار تملأ الجو من حوله بينما ظله الحائر يرتسم أمامه هناك رائحة حادة تذكره بشاليه أقام فيه ذات مرة في جبال الألب وعلى ضوء الشمعة رأى الأرجوحة التي كان فرانك يرقد عليها دوما كان هناك قميص أبيض كأن الرجل ما زال هناك إذ دنى كانت الرائحة النفاذة تتزايد دنى أكثر فوثب ظل أسود عملاق في الهواء ثم سمع صوت حوافر صلبة على الأرض المرصوفة بالقرميد ثم سمع صوت حوافر تركض عبر الممر يرى الآن شيئا بقميص أبيض يجلس في الأرجوحة اقترب في حذر بفعل الرعب ومعه الخادم بالفعل كان هذا هو فرانك كان يلبس قميصه والسراويل فقط وقد جلس ينظر لهم بوجه صار قناعا للرعب لقد انفتحت شافة العليا كاشفة عن لثاته وكان ينظر في رعب لا لهما بل إلى شيء جواره كانت فتحتاء أنفه متسعتين كأنه كان يلهث من أجل الهواء ثم سقط الجسد للخلف وأنت حبال الأرجوحة رفعه درسي وحمله إلى البيت شعر بتقلص في ذراعي الجسد الذي يحمله لكن التقلص تلاشى عندما بلغ البيت لم يبقى سوى وجه الطفل يبتسم أثناء النوم كأنه يصغي للمعزوفة الجميلة من فلوت بان لقد استحمى فرانك الليلة كعادته وكدأبه لم يكن يلبس سوى القميص وقد ثنى كميه لأعلى الآن يبدو على صدره خليط من الألوان يزداد وضوحا عندما اقترب أكثر ليفحص هذه الألوان رأي أنها آثار آثار كأنها حوافر تسع ملاق داسة على صدره قصة أشباح تحكيها إمرأة بقلم إيل جرنون بلاكوت قالت من مقعدها في الركن المظلم نعم سوف أخبرك بتجربة غريبة لو كنت مهتما والأهم سوف أخبرك بها بشكل مختصر دون تفاصيل لدعي لها هذا شيء إلى فعل غروات القصص إنهم يضعون التفاصيل لا حصر لها ويجعلون مهمة القارئ صعبة سوف أعطيك ما هو مهم وانت استخلص أنت ما تريه لكن بشرط ألا تسأل في النهاية لأنه لا إجابات عندي وفقنا على الفور كنا جدين تماما بعد سماع دستة من القصص الطويلة من قوم يريدون أن يتكلموا دون أن يكون عندهم ما يقولون كنا نريد معلومات مهمة شعرت من صمتنا أننا نتابعها فقالت في تلك الأيام كنت مهتمة بالأمور الروحية وقررت أن أبقى وحدي في بيت مسكون في قلب لندن كان بيتا رخيصا في شارع حقير غير مفروش كنت قد فحصت المكان عند الظهر والمفاتيح في جيبي كانت القصة ممتعة ومسيرة لكني لن أرهقكم بتفاصيل قتل المرأة ولا لماذا صار المكان مسكونا لذا شعرت بملل عندما رأيت الحارس الذي أعتبره ثرصارا عجوزا وكان ينتظرني عندما ذهبت في الحادية عشر مساء كنت قد شرحت له أنني أريد أن أكون واحدة ليلا وكنت قد دفعت له مقابل مقاعد ومنضضة لذا قلت له إذن فلتفرغ بسرعة اقتادني للطابق الأول حيث وقع القتل فجلس في المقعد الذي جلبه لي واستدرت لأنظر له للمرأة الأولى هنا صدمت لم يكن الرجل هو حارس البيت لم يكن ذلك الأحمق العجوز الذي قابلت ظهرا قلت له من أنت من فضلك أنت لست العجوز كاري توترت كما لك أن تتخيل كنت باحثة في الأمور الروحية ومتحررة لكني لم أشعر براحة لأن أجد نفسي ليلا في بيت مهجور مع رجل غريب تخلت عني ثقتي بنفسي وأنتم تعرفون أن ثقة المرأة بنفسها تتلاشى في لحظة بعينها شعرت بذعر حقيقي كررت السؤال بسرعة وعصبية من أنت؟ كان أنيقا على درجة من الوسامة لكن وجهه شديد الحزن قال لي أنا الرجل الذي أصابه الرعب حتى الموت كان صوته وكلماته كأنها نصل سكين شعرت بأنني سأفقد وعي وتأكرر الرجل الذي أصابه الرعب حتى الموت قال بغباء هذا أنا نظرت له كما سأفعل أي رجل منكم لو كان في موقفي لا تصخاروا مني هذا ما حدث كانت الحياة تتصرب مني كانت أفكار كثيرة تتردد في ذهني لكنها كانت أفكارا عادية برغم كل شيء قلت له مرتبكة حسبتك حارس العقار هل أرسلك كاري لي لا أنا الرجل الذي أصابه الرعب حتى الموت والأهم أنني خائف الآن وأنا كذلك أنا خائفة كان له صوت غريب يتردد في داخلي قال لكنك ما زلت تملكين جسدك أما أنا فلا وقفت في الغرفة الخالية من الأساس ودفنت أطفاري في لحم كفي وضغطت على أسناني أردت أن أستجمع شجاعتي كامرأة جديدة وروحة حرة هل تعني أنك لست جسدا؟ ما ستتكلم عنه؟ ولاحظت أن الليل قد غطى المدينة أنا وحدي في بيت خالي مسكون بلا أساس وأنا إمرأة أسمع الريح خارج البيت وأعرف أن النجوم مخفية فجأة أدركت كم أنا حمقاء إذ جئت هنا وحدي كنت خائفة متجمدة وحسبت أن نهاية حياتي قد حانت من الحمق أن تتحرى الأمور الروحانية وأنت لا تملك أعصابا تحرك الرجل ببطء عبر القاعة الخالية رفعت ذراعي لأوقفه ونهضت من مقعدي وقف أمامي وابتسام على وجه المنهك الحزين أخبرتك من أنا؟ وأنا ما زلت خائفا في هذه اللحظة قررت أنه شرير أو مجنون ولعنت غبائي للدخول من دون أن أرى وجهه اتخذ عقلي القرار بسرعة لو أنني أغضبت فلربما أدفع الثمن بحياتي ربما يجب أن أسليه حتى أبلغ الباب ثم أركض في الشارع انتصبت وواجهته كان له نفس ارتفاع قعمتي وكنت أنا إمرأة رياضية قوية تتسلق الجبال في الصيف وتلعب الهوكي بحثت عن عصى لكن لم أجد رسمت مرغمة ابتسامة على شفتي الآن أتذكر أتذكر الطريقة الممتازة التي تصرفت بها نظر لي في غباء وأنا أتراجع نحو الباب هنا لم أتحمل أكثر واندفعت نحو الباب إلى الخارج لكن كنت حمقى واتجهت في الاتجاه الخاطئ هكذا تعثرت في الدرجات التي تقود للبناية المجاورة فات الأولى أن الرجل كان خلفي برغم أنني لم أسمع خطوات اندفعت أركض فمزقت تنورتي وكدت أهشم دلوعي في الظلام اندفعت للحجرة الأولى وكان الباب مفتوحا وهناك مفتاح في القفل في لحظة أغلقت الباب خلفي وألقيت عليه بثقلي وأدرت المفتاح صرت في أمان لكن قلبي كان يدق كالطبل هنا كاد أتوقف لأني وجدت من يقف في الغرفة رجل رجل يقف بيني وبين النافذة حيث تبين مصابيح الشارع حدوده الخارجية لقد حبست نفسي معه وقف الرجل هناك يرقبني وقد تكوّمت على الأرض لربما كان هناك رجلان في البيت لربما كانت الغرف الأخرى مجغولة هنا تغير شيء في الغرفة أو في أنا خوفي الذي كان ماديا تغير فجأة ليصير روحانيا وعلى الفور أدركت من هو هذا الرجل قلت له كيف وصلت هنا بحق السماء عاد يقول بذلك الصوت الذي يمزق حبل الشوكي أنا من فضاء آخر أنا في كل مكان بالبيت حسب طريقتكم في القياس أنا خارج جسدي أنا بحاجة للتغيير الأرحل أنا بحاجة للتعاطف ربما أكثر من التعاطف أنا بحاجة للحب كان يتكلم فنهضت وقفة أردت الصراخ لكني فقط نجحت في أن أتنهد كنت مرهقة جدا اتجهت للمصباح وأنا أبحث عن أعوال ثقاب في جيبي فقال لي أكون شاكرا لو لم تشعر المصباح لأن الضوء يؤذيني جدا لا تخشي مني فأنا غير قادر على لمسك أصلا هناك أناس كثيرون جاءوا هذا البيت ليعروني معظمهم استطاعوا ذلك وملأهم الراب لو وجدت واحدا لا يخاف واحدا يحبني لربما استطعت الرحيل كان صوت حزينا حتى شعرت بدموع في عيني لكني ظلنت خائفة قلت له من أنت إذن؟ لا أظن كاري أرسلك لم أجد ما أقوله بينما قال هو لا أعرف كاري هذا وقد نسيت الإسم الذي كان جسدي يحمله أنا الرجل الذي خاف حتى الموت في هذا البيت منذ عشرة أعوام وما زلت خائفا الناس القصى الذين يأتون هنا ليروا الشبح يزيدون من سوء حالتي فقط لو تكلم أحدهم ببساطة أو ضحك بدلا من أن يأتوا ليرتجهوا كما تفعلين أنت الآن غلبتني الشفقة فتقدمت إلى مركز القاعة هنا صاح رباه لقد قمتي بعمل خارق هذا أول تعاطف أراه منذ موت في حياتي كان كل شيء خطأ معي كنت أكره الناس ولا أطيقهم امتلأت غرفة نومي بالأشباح والشياطين وفي ليلة استبدبي الظعر حتى توقف قلبي لربما لو أحبني أحد أو أظهر عطفا نحوي لتحررت عندما جئتي عصر اليوم ورأيتك جاءني بعض الأمل خطر لي أنك تملكين الشجاعة ربما بعض الحب مما يمنحني أجنح أطير بها هنا أعترف بأن الراب فارقني فارقني ليحتل الحزن مكانه لكن يجب أن أقول إن الموقف كله كان عجيبا ولا يصدق ثم أن مقتل إمرأة قد تم هنا فلابد أنه لا علاقة له بما يدور ما يدور هنا حلم مجنون ولا سوف أفيق منه لأجد أنني في الفراش بعد كابوس دنوت منه أكثر خائفة طبعا لكن شيئا من التصميم في قلبي قال وصوت يرتجف أنتن معشر النساء النساء الجميلات التي لا تمنحن الحياة فرصة إخراج ما لديهن من حب عميق وليتكن تعرفن كم منا يموتون في طلب هذا الحب إنه ينقذ أرواحنا سوف يحررنا لو خرج دون شرط ولا قيد أريدك يا سيدتي أن تكوني رقيقة كريمة هذه المرة أغرق قلبك عيني كان قد ترك مكانه عند النافذة وركع عند قدمي وامتدت يده نحوي لفي ذراعيك نحوي وقبليني قبليني بالله عليك ولسوف أعود حرا ألمي أنت قمت بالكثير فعلا وقفت متردد عاجزة عن اتخاذ القرار لكن الرعب كان قد تلاشى تماما قال لي إنسي أنك امرأة وأنني رجل إنسي أنني شبح وتعالي بجراءة ودعي حبك يسر لي إنسي نفسك للحظة وفعلي شيئا شجاعا شعرت بعاطفة أقوى من الخوف بكثير وبلا تردد تقدمت خطوطين نحوه ومددت له يدي كان العطف والحب يغمران قلبي قلت له أحبك أيها الشيء التعس أحبك أدار وجه لي وسقط ضوء الشارع علي كان وجه يتألق سرورا نهض على قدميه ووقف أمامي وفي هذه اللحظة ضممته لصدري ولثمته أنتم أيها رجال الجلسون هنا تدخنون الغليين وتسمعون قصاتي ليس بوسعكم تخيل شعوري وأنا أضم كائنا غير مادي وأولثمه كأنك تحت هبت هواء باردة وشعرت بقلبي ينطفد ثم فجأة صرت وحدي أضعت مصباح الغاز وأشعلت عوث قاب لقد فرقني الخوف تماما وشعرت في قلبي بسرور لم تعد كل شيئين العالم قادر عن أن تسبب لي رجفة واحدة فتحت الباب ورحت أجوب البيت المظلم والمطبخ والصندرة كان البيت خاليا تماما لقد تركاه شيء ما ثم عدت لشقتي لأنام باقي الليلة طلب مني عمي سير هنري وهو صاحب البيت تقاريرا عن مغامرتي بدأت السارد فرفع يده ليوقفني وقال أولا يجب أن أخبرك بحيلة صغيرة لعبتها عليك وناس كثيرون زاروا هذا البيت وراء الشبح حتى حسبت أن هذا وليد خيالهم أردت عمل اختبار بسيط لذا اخترعت قصة أخرى ليتأكد لو رأيت شيئا لعرفت أنه ليس وليد خيالك إذن قصتك عن مقتل امرأة وكل هذه لم تكن حقيقية لا لم تكن القصة الحقيقية هي أن ابن عم لي جن في هذا البيت وقتل نفسه بعد رعب انهاء الأصاب وبعد زمن طويل قضى في الخيالات المرضية هذا هو ما يراه الباحثون شهقت وقلت هذا يفسر كل شيء يفسر ماذا؟ لم أرد أن أحكي كل شيء عن ذلك المسكين لذا قلت يفسر لماذا لم أرى شبح المرأة قال سير هنري بالضبط لو رأيت أي شيء ذا قيمة فهذا مهم لن يكون ناجما عن خيالك الذي حركته قصة تعرفينها من قبل الريكشة الشبح والفيالق العسكرية ونحو 1500 شخص لا ينتمون للطبقات الحكومية بعد عشر التعوام تتضاعف معرفته وبعد 12 عاما يعرف شيئا عن كل إنجليزي في الإمبراطورية ويمكنه أن يسافر حيث ما أراد دون دفع فواتير الفنادق عندها سوف تجد أن الرجال الذين لا يخفون رأيهم في أنك حمار والنساء التي يشتمنك ولا يفهمن دعابات زوجتك كلهم سوف يفعلون أي شيء لك لو مرت أو واجهت مشاكل حقيقية كان لدى الدكتور هاثر ليج بالإضافة لعيادته الخاصة مستشفى يضع فيه الحالات التي لا تشفى إن الطقس في الهند قائث ولا توجد متعة سوى أن تعمل طيلة الوقت فلا يشكرك أحد كان هاثر ليج من ألطف الأطباء الذين عرفتهم وكان ينصح مرضى دائما بإبقي رأسك منخفضا وتحرك ببطء واحترس من الحر كان يؤمن أن رجالا كثيرين يموتون من كثرة العمل أكثر مما يستحق هذا العالم كثرة العمل قتلت بانساي الذي مات بين يديه منذ ثلاثة أعوام إنه يملك الكلمة النهائية ولا يهتم بما أقوله من أن بانساي مات لأن هناك إصابة بليغة في رأسه لقد تأثر بانساي بالإجازة الطويلة في الوطن في رأي أن العمل الطويل في مستعمرة كاتو بوندي أفقدوا صوابه كان مخطوبا لميس مانرينج وقد فازخت الخطبة هنا بدأ هذا الكلام عن الأشباح العمل الزائد هو الذي سبب كل شيء وقتله هذا الشيطان البائس لم أكن أصدق هذا لقد جلست كثيرا مع بانساي عندما كان هيثر ليك في زيارات خارجية وكان يسبب لي تعاسى كلما وصف لي مسيرة الرجال والنساء والأطفال والشياطين الأبدية عند فراشه كان تحكم في اللغة مرضيا وقد اقترحت عليه عندما شفي أن يكتب تجربة كاملة وقدرت أن الكتابة ستعالجه عندما يتعلم الأطفال كلمة سيئة لا يستريحون إلا إذا كتبوها بالتبشور على باب بعد شهرين قيل إنه صالح للعودة للعمل لكنه فضل أن يموت لقد احتفظت بما كتبه وهذا النص يحمل تاريخ 1885 وكان كالتالي قال لي طبيبي إنني بحاجة للراحة وتغيير الهواء من الورد أنني سأظفر براحة طويلة لا ينغصها شيء وتغيير هواء لا تستطيع أي سفينة أن تمنحني إياه في الوقت ذاته أريد أن أظل حيث أنا ستعرفون الحقيقة الكاملة لمرضي وستقررون إن كان هناك أي بشري قد عانى ما عانيته أنا سوف أتكلم كمجرم محكوم علي وقد تبدو قصتي غير معقولة لكني برغم هذا أطلب الانتباه أما عن كونها ستحظى بالتصديق فأمر أشك فيه منذ شهرين كنت سأتهم أي رجل يصدق هذا الكلام بأنه مجنون أو سكير منذ شهرين كنت أسعد رجل في الهند اليوم لا يوجد رجل أكثر تعاسى مني من بيشاور حتى البحر رأى الطبيب أن سوء الهضم والإرهاق يسببان لي خيالات خيالات أعتبر أحمق لكنه ما زال يعالجني بابتسامة لا تزول حتى بدأت أعتبر نفسي وغدا جحودا منذ سلاسة أعوام شاء حظي أو سوء حظي أن أبحر من غريفزيند إلى بومبي مع من تدعى أغنيس كيث واسينغتون وهي زوجة ضابط من بومبي يكفي أن تعرف أنه بمجرد انتهاء الرحلة كنت أنا وهي غارقين في الحب في هذه الأمور هناك من يمنح وهناك من يأخذ منذ اللحظة الأولى عرفت أن عاطفة أغنيس هي الأقوى بل والأنقى بعد فترة صار هذا واضح لكلينا وصلنا بومبي في الربيع فذهب كل منا في طريق ولم نلتقي لسلاسة أشهر عندما ذهبنا إلى السيملة هناك انتهى حبي لها كنار في قرش ولا أعتذر عن هذا أو أشعر بندم بسببي في أغسطس عام 1882 عرفت أنني لم أعود أطيق رؤيتها وتعبت من صحبتها وكانت تسعة وتسعين من كل مئة امرأة سيكرهنني كما أكرهن لكن واسينغتون كانت هي المرأة رقم مئة كانت تصيح كطائر الوقواق جاك عزيزي هذه كانت غلطة غلطة سوف نعود صديقين مرة أخرى أنا واثقة من ذلك كنت في كل مرة المخطئ هكذا تحولت عاطفتي إلى مقت المقت الذي يجعل الرجل يدز بأنف على العنكبوت الذي قتله نصف قتله في العام التالي التقينا في السيملة هي بوجه الرتيب وأنا بكراهيتي بكل ذرة في جسدي لم أعد أتحمل أن أراها وحدي وفي كل مرة تكرر أن الأمر كل غلطة ازدادت وهنا ونحولا شهرا بعد شهر أنت تفهم أن هذا كان سيدفع أي مرئ إلى اليأس كان هذا تصرفا طفوليا لا يليق بأنثى وكان عليها جزء كبير من اللوم من الناحية الأخرى كيف كنت سأتظاهر بأنني أحبها بينما أنا لا أقدر العام الماضي التقينا من جديد وتكرر كل شيء فلما انتهى الموسم افترقنا ولم تعد قادرة على أن تلقاني عندما أتذكر ذلك الوقت أشعر أنها كابوس كنت قد تقدمت لميس كيتي مانرينغ وأذكر كلامها وتعلقي بها كما أذكر وجها أبيض يركب الركشة أذكر يدا ذات قفاز تلوح لي كنت أحب كيتي مانرينغ بصدق وكلما أحببتها أكثر ازداد كورهي لأجنس تمت خطوبتي وكيتي في أغسطس وفي اليوم التالي ذهبت إلى أجنس من باب الشفقة لأخبرها كانت تعرف كل شيء قالت لي وهي في عربة الركشة الخاصة بها كل هذا خطأ يا عزيزي يوما ما سنعود صديقين كما كنا كانت إجابتي قاسية قطعت المرأة البائسة نصفين كأنها صوت فانهارت أمامي ابتعدت وتركتها تنهي رحلتها في سلام شاعرا للحظة أنني كنت نزلا هذه الذكريات لم تفرق خيالي أذكر السماء التي غسلتها الأمطار والطريق الموحل وعربة الركشة الصفراء ورأسها الذهبي المنحني حرفيا فررت منها فرار سمعت صوتا يقول جاك جاك لكن ربما كان هذا خيالا عندما قابلت كيتي بعد هذا على صهوة جواب نسيت كل ما كان في هذه المقابلة بعد أسبوع توفيت ميسيس ويسنغتون وزال عبء وجودها في حياتي ونسيت عنها كل شيء خلال ثلاثة أشهر فيما عدا خطاباتها القديمة التي أحرقتها جميعا في إبريل عام 1885 كنت في سيملا مع حبيبتي كيتي قررت أن نتزوج في نهاية يونيو كنت كما قلت لك أسعد رجل في الهند كلها قلت لكيتي إن عليها أن تأتي لمتجر هاملتون كي أبتع لها خاتم خطبة وهكذا ذهبنا في الخامس عشر من إبريل عام 1885 وكنت على عكس كلام طبيبي في خير صحة وعقل ممتاز قمت بقياس إصبعها واخترت لها خاتما من الياقود به ماستان انطلقنا في شوارع البلدة وكانت تضحك تيلة الوقت كنت أشعر بأن هناك من يناديني باسم الأول عند محل بيليتي رأيت أربعة من الجاماباني يلبسون الزيل الأسود والأبيض وهم يجرون الريكشة رخيصة صفراء اللون مألوفة هنا تذكرت الموسم السابق وميسيس ويسنغتون أحتاج اليوم إلى ظهور عربة من الريكشة التي كانت تركبها ما دامت هي نفسها قد ماتت قلت لكيتي كيتي هؤلاء هم الجاماباني الخاصون بميسيس ويسنغتون ترى مع من يعملون الآن نظرت كيتي حولها وقالت ماذا؟ لا أرى أحدا منهم وانطلقت في ذات الاتجاه لذعر الشديد رأيتها وهي وحصانها يخترقان الرجال كأنهم من هواء صرخت فاستدارت لي قائلة ماذا هنالك؟ لماذا تصرخ؟ لو كنت قد خطبت فلا أريد أن يعرف كل الكون الزلك إما أنني سمل أو مجنون أو أن سيملة مسكونة بالعفريد استدارت بجوادي ففوجئت بالريكشة واقفة هناك عند جسر كومبرمير كان الصراخ يدوي بلا شك جهاك عزيزي لا تغضب هذا مجرد خطأ سوف نستعيد صداقاتنا لا أعرف كم من الوقت وقفت هناك بلا حراك حتى جاءت كيتي واقتدتني إلى محل بالتي لأشرب بعض البراندي هناك كان عدد من مواطنين يترسرون فانضمنت لهم في مرح ورحت أصيح وأضحك برغم شحوب واجهي الواضح كما رأيت في المرآة كنت كطفل صغير أفزعه الظلام فحشر نفسه وسط حفل عشاء كذبت على كيتي وقلت لها إن شحوبي سبب الشمس الزائدة كناوما لم تشرق فيه الشمس قط وقد عرفت كذبتي على الفور هذا أنا ثيوبولد جاك باناساي رجل حسن التعلم في العام المقدس 1885 عاقل كما هو مفروض وصحيح البدن أفر من حبيبتي بسبب خوفي من امرأة دفنت منذ ثمانية أشهر الشارع كان مليئا بالناس والشمس تغمر لقد رأيت كيتي تعبر الرجشة وصائقيها هكذا لا يوجد احتمال لدي أن تكون سيدة قد استأجرت العرب القديمة المرء قد يرى أشباح رجال ونساء لكنه لا يرى أبدا أشباح عربات كل هذا سخيف ولا يصدق وفي اليوم التالي أرسلت لكيتي أتوسل لها كي تنسى سلوك الغريب أمس كذبت وزعمت أن سبب ضعري هو التسارع ضربت قلبي بسبب سوء الهضم كان لهذا الخطاب أكبر الأثر لأننا انتقينا عند الظهيرة كانت ترغب في نزهة على ظهر الجواد واقترحت جاكو لكني طلبت أن نذهب لجبل المرصد أو جوتو أو بويلو جونج أي شيء غيرت جاكو لكنها كانت غضبة لذا وفقت على أن نذهب لبويلا سيملا بدأ الجوادان يسرعا وراح قلبي يخفق أسرع فأسرع كان كل جزء في طريق جاكو يحمي الذكرى لي مع ميسيس ويسنغتون كل شجرة تشهد على ذلك وراحت الريح تنشت في أذني أنني ظالم عند منتصف الطريق كان الرعب ينتظرني لم تكن ريكشاف فقط لكن رأيت كذلك الجامباني الأربعة بثيابهم البيضاء والسوداء والعربة صفراء اللون والشعر الذهبي للمرأة بالداخل للحظة حسبت أن كيتي رأت ما رأيته أنا هنا قالت لي ما من شخص هنا على مرأة البصر تعال يا جاكو سابقك لبناية ريزرفوار واندفع جوادها العربي في المقدمة كانت الريكشة في منتصف الطريق وبلا جهد اخترق حصانها العربي المشهد هنا سامعت هذه غلطة غلطة سامحني يا جاكو اندفعتك المجنون نحو بناية ريزرفوار وعدت أسمع الصياح من جديد كنت سأتناول العشاء مع آل مانرينغ تلك الليلة لكن لم يبقى وقت يكفي لاستبدال الثياب كنت متجهة نحو إيلزيام هيل عندما سمعت رجلين يتكلمان في الغصر شيء غريب كيف اختفت بالكامل بهذا الشكل؟ أنت تعرف أن زوجتي كانت تعشق المرأة ولا أعرف السبب وطلبت مني أن أبتع عربتها وأشياءها أن تصدق أن الرجل الذي استأجرت العربة منه قال لي إن صائقي الريكشة كانوا إخوة وكلهم مات بالكوليرا شياطين مسكين وقد حطم الرجل نفسه الريكشة قال لي إنه لا يستعمل أبدا الريكشة لشخص ميت ضحكت بأهل صوتي إذن هذه أشبه موتة سائق ريكشة من العالم الآخر كم كانت تدفع لرجالها؟ أين ذهبوا؟ وكأنما يجيب عن سؤالي رأيت الشيء الشيطان يسد طريقي في ضوء الشفق الموت يسافرون بسرعة وعبر طرق مختصرة لا نعرفها ضحكت من جديد بصوت عالي لابد أنني جننت لدرجة ما لقد دنوت من العربة وتمنيت لميسيس واسنغتون ليلة طيبة لابد أن الشيطان المجنونا سيطر علي في تلك الليلة لأنني تبادلت حديثا لمدة خمس دقائق مع راكبتها مجنون كصانع قمعات ماكس ساعدوا على العودة للبيت لم يكن هذا صوت ميسيس واسنغتون طبعا بل هو أحد الرجلين وقد سمعاني أكلم الهواء ساعداني على العودة فاختسلت وهرعت لموادي مع آل مانرينغ متأخرا عشر دقائق تعللت بالظلام لكن كيتي لم تقبل العذر هنا كانت بداية معرفتي بدكتور هيسر ليك لأنه كان يجلس بقربنا إلى المائدة يحكي عن المجنون الذي قابله منذ نصف ساعة في شوارى المدينة يكلم نفسه انتقت عينانا فأصابه الحرج والذهول ولذى بالصمت كان يتكلم عني أنا بعد العشاء قدم لي نفسه وقال لي أنه راقب تصرفاتي ولا يعتقد أني مد من خمور فأنا لم أذق الخمر طيلة العشاء طلب مني أن أذهب لعيادته لنواصل الكلام مشيت معه في الشارع وأنا أتوقع أن أرى الريكشة في أية لحظة بالفعل كانت هناك تمشي خلفنا بنفس سرعتنا وجدت نفسي أحكي للرجل كل شيء نفس ما حكيته لك قال لي سوف أعنى بك أيها الشاب وعندما تشفى يكن هذا درسا يعلمك أن تبتعد عن النساء الجميلات والطعام صعب الهضم إلى أن تموت كنت أنظر للريكشة في رعب فقال لي العينان يابانسي كل شيء يعتمد على العينين والمخ والمعدة المعدة هي الأقوى تأثيرا أنت لديك عقل مرهق ومعدة ضعيفة وعينان سقيمتان اعتني بمعدتك ولسوف تتحسن حالتك أنا مسؤول عنك من الآن فصعيدا لأنك حالة مثيرة فعلا كانت الريكشة قد توقفت تحت شجرة سنوبر فتوقفت بدوري قال لي هيثرليغ لو كنت تحسب أنني سأمضي الليل البارد هنا بسبب معدة بسبب مخ بسبب عينيني استوهمان فليرحمنا الله ما هذا كان هناك صوت انفجار مكتوم صوت حوافر وسحابة غبار تعالت أمامنا وانهارت نحو عشر يرضات من جانبي التل لتسد الطريق تأرجحت الأشجار للحظة كالعمالقة ثم هوت أرضا بينما تصلب جوادانا وقد بللهم عرق الرعب قال الطبيب لاهثا لو أننا مضينا قدما لكنا الآن على عمق عشرة أقدام تحت الأرض لنعود للبيت يا بانسي فأنا بحاجة لاحتساء الشرام تراجعنا قاصدين دار الدكتور هيثرليغ هنا بدأ محاولاته لشفاء على الفور لم يفارقني لحظة لمدة أسبوع وقد حمدت الله كثيرا على أنني وجدت نفسي في طريق أشهر وأبرى أطباء سيملة تحسنت حالتي كثيرا وبدأت أعتنق نظرياته بصدد الهلوسة البصرية كنت قد كتبت لكيتي أقول لها إن لنتوا في كحلي أرغمني على البقاء في البيت لبضعة أيام كان علاجه بسيطا كان عبارة عن أقراص خلاصة الكبد والماء البارد والتمرينات في نهاية الأسبوع وبعد الكثير من الفحص فحص حضاقتي ونبضي سمح لي بالرحيل وقال أشهد بأنك سليم العقل يمكنك أن ترحل وأن تعبر عن حبك لمسكيتي كنت أعبر له عن امتناني لكرمه فقال لم أفعل هذا لأنني أحبك أنت ظاهر علمي لا أكثر عليك أن تخرج وترى ما تفعله بعينيك ومعداتك ومخك بعد ساعة كنت في غرفة جلوس آل مانرينج مع حبيبتي كيتي وأنا سامل بالسعادة وفكرة أنني لن أرى الريكشة ثانية اقترحت عليها رحلة على ظهر جوات حول الجاكو لم أكن قط أكثر حيوية مما كنت في ذلك اليوم الثلاثين من إبريل كانت كيتي سعيدة لتغيير مظهري وقد أحسنت الترحيب به تركنا المنزل معا ضاحكين وانطلقنا نحو شوتة سيملة كدأبنا كنت راغبا في بلوغ محمية سونو جولي لأتأكد من الخلاص وانطلقت الخيول لكنها ظلت بطيئة في رأيي قالت كيتي ماذا تفعله؟ لا شيء يا عزيزتي لو ظلنت في البيت أسابيع بلا شيء تعملينه لاحتجت للانطلاق مثلي هنا كانت المفاجأة أنني رأيت عربة الريكشة تسد الطريق بحماليها الذين يلبسون الأبيض والأسود توقفت وحككت عيني آخر ما أذكره أنني كنت راقضا على الأرض وكيتي تبكي قلت أنا أشهق هل رحل؟ قالت باكية ما الذي رحل؟ لابد أن هناك خطأ يا عزيزي خطأ شنيعة نهضت وأنا أقول نعم خطأ شنيعة ورحت أتكلم بلا توقف وطلبت منها ألا تتخلى عني لابد أنني تطرقت إلى علاقتي مع ميس ويزنجتون لابد لأنني رأيت وجوة يشحب في النهاية قالت شكرا يا مستر بانسي هذا كافي جاء جوادها فصعدت لتمتطيه دنوت من السرج ورفعت وجهي لأسمع رأيها فيما قلت الإجابة كانت صوت صوت الركاب الذي هوى على وجهي من فمي لعيني ثم عبارة وداع لا أذكرها كان وجهي مجروحا ينزف لقد فقدت احترامي لنفسي هنا ظهرت دكتور هيسر ليج الذي بالتأكيد كان يتابعني أنا وكيتي قال سوف أجازف بسمعاتي المهانية قلت له لقد فقدت سعادتي ولربما كان الأفضل أن تأخذني للبيت هنا كانت الركشة قد رحلت وكنت قد فقدت الوعي تقريبا بعد سبعة أيام أي في السابع من مايو عرفت أنني راقت في بيت الدكتور هيسر ليج وهنا كطفل نظر لي من خلال الأوراق الموضوع على مكتبه وقال شيئا مخيبا للأمل وإن لم يقلقني أنسى كيتي أرسلت لك خطاباتك أنتم معشر الشباب تترسلون كثير جدا هنا لفافة صغيرة تبدو ليك أنها خاتم وهناك خطاب من أبيها سمحت لنفسي بأن أقرأه ليس مسرورا منك وكيتي تقول أنها تفضل الموت على أن تتكلم معك ثانية لابد أنني في خمس دقائق تلك اكتشفت الطبقات السفلة من الجحيم رأيت الشك والقنوط والتعاسى ورحت أردد لنفسي أنا في سيملة أنا جاك بانسي في سيملة لا أشباح لما لم تتركني أجنس وشأني لم أذهقت لكن ما كنت لأعود لأضايقها لو كنت معها نمت حيث أنا حتى اليوم التالي وفي الصباح قال لي الطبيب إن البلدة كلها تعرف الآن أنني مريض قلت له أنت كنت طيبا معي يا سيدي لكن لا أريد أن أرهقك أكثر من هذا كنت أشعر بالاضطهاد فهناك رجال أكثر شرا مني بمراحل لكن عقابهم مؤجل لعالم آخر لماذا أستحق أنا هذا المصير القاسي؟ أحيانا كنت أتخيل أن الريكش خيال ربما كيتي والطبيب والجبال العالية المحيطة بي خيالات كذلك هكذا راح مزاجي أتأرجح لمدة سبعة أيام أخبرتني المرآة أن وجهي ملامحه طبيعية ولا يحمل ملامح المعاناة التي مررت بها كان شاحبا لكنه عادي في الخامس عشر من مايو فارقت بيت هيثر ليج واتجهت إلى النادي هناك كان كل مخلوق يعرف قصتي كاملة بفضل الطبيب السرصار وأدركت أن علي أن أمضي باقي حياتي بين الناس عندما غادرت النادي رأيت العربة وقفة وخدمها بثيابهم البيضاء والسوداء وسمعت ميسيس ويسنجتون تتوسل لي لأن الأمر كله كان خطأ مشاينا جنبا لجنب أنا والعربة مرت بي كيتي على حصان مع رجل آخر فتصرفت معي كأنني كلب قابلته في الطريق لم تجي مني حتى بأن تسرع خطواتها ووجدت نفسي أردد مرارا أنا في سيملة أنا جاك بانسي في سيملة لا أشباح جنوت من الريكشة وقلت للمرأة بالداخل أجنس هل نزعت الخمار وكلمتني هنا سقط الخمار ووجدتني وجه الوجب مع حبيبتي القديمة الميتة في يدها المنديل وعلبة البطاقات انحنت للأمام بتلك الإيماء التي أحفظها جيدا وتكلمت من هنا أعتذر لك بشدة لأنني أعرف أنه ما من واحد حتى كيتي التي كتبت لها هذه الكلمات على سبيل الأتذار يمكن أن يصدق حرفا لقد تكلمت أن أمشي جوار الريكشة كأنني أكلم أي امرأة حية ترزق ورحت أرمق الناس في الشارع وذلك الحفل المقام حول بيت الحاكم العسكري فشعرت كأنني أمشي بين أشباح ما قالت لي في هذه المحادثة الغريبة لا أستطيع بل أجسر على قولي لو وصفت لك ما قمت به طيلة الأسبوعين التاليين لم انتهت قصتي أبدا ولا نفد صبرك كنت أمشي مع الريكشة الشبح كل ليلة وكل صباح في شوارع سيملة كانت العربة وصائقوها ينتظرونني في كل مكان في المسرح وبعد أعياد الميلاد وكلما غادرت الفندق لم تكن تلقي ظلالة لكنها كانت طبيعية في كل شيء ولأكثر من مرة أنظرت صديقا بألا يصطدم بها ولأكثر من مرة دخلت المتجر وأنا أواصل محادثتي مع ميسيس واسنجتون أمام العيون المندهشة وعرفت أن الكثيرين افترضوا أنني مجنون لكني لم أغير حياتي كنت عاشقا للمجتمع برغم كل شيء يصعب جدا أن أصف لك حالاتي النفسية في هذا الوقت لم أجرؤ قط على مغادرة سيملة برغم أنني كنت أعرف أن بقائي هناك يقتلني ببطل كنت أموت شوقا لكيتي وقد رقبت علاقتها المتعددة مع من جاء بعدي بابرة الأذق من جاء بعدي كانت تمثل جزءا مهما من حياتي في النهار كنت أمشي سعيدا مع ميسيس واسنجتون وفي الليل كنت أصلي كي أرجع لعالمي في أغسطس السابع والعشرين كانت دكتور هيثرليغ لا يكل من العناية بي وأمس قال إن علي أن أطلب إجازة مرضية طلب للحكومة أن تسمح لي بالفرار من عربة ريكشة وخمسة أشباح تحكت ضحكا هستيريا عندما سمعت هذا الطلب قلت إنني سأنتظر النهاية وأنا واثق من أنها قريبة هل أموت في فراشي في سلام كما يليق بسيد بريطاني أم في نزهة بالسوق حيث ترحى الروحي لتلتصق للأبد بالشبح هل أظل في العالم الآخر مع أغنس التي أمقتها للأبد؟ من المخيف أن تهبت إلى تحت مع الموت ولم يكتب النصف حياتك اشفقوا علي وعلى هواجسي لأنكم لن تصدقوا ما كتبت هنا أنا الرجل الذي قادت عليه قوى الظلام أشعر كذلك بالشفقة عليها أنا قتلت ميسيس ويسنجتون بالمعنى الكامل للكلمة وقد جاء وقت دفع الثمن تمت